مساء الخير و اهلا بكم حلقة جديدة من بوكس تو بوكس كم انت جامد يا كولر عارف انت بقولك جامد جامد يهو كولر ده جامد جامد كولر عمل بص انقلاب في قطاع الكورة في الايلي كل من كلمتين قالهم في مؤتمر صحفي تكشيمة اللي عملها انا هسميها تكشيمة 2024 تكشيمة العظمة اللي اتكلم فيها على التعاقدات وقلبة وشه لدرجة ان انا حسيت من الاحداث اللي بتحصل دي ان كولر هدد انه هيمشي اهو والله اللي بيحصل ده مش طبيعي اهو حد يقول لي الاستقالات وفنية الموسم وده الطبيعي بتاع الاهلي لا انا مش هقتنع بالكلام ده الاهلي طول عمره مستقر ولما بيعمل تغييره بيجيبش حد ابدا عشان يقعد سنة يعني الاهلي عمري ما شفته بيجيب موظف بيجيب مسئول بيجيب مدير بيجيب مدير فني عشان يقعد سنة ما شفت ايش دي عملك كده بصراحة يعني لكن او او اذا حصلت عشان اكون اكثر دقة يعني قليل جد يعني الهيستري بتاع الموضوع ده مع النادي الاهلي بالذات يعني ممكن ان احناس تانية يجيب حد ماشي بكرة وارد عادي لكن الاهلي لا عشان كده بقوله يا جامد يا جامد كولر جامد جامد ايه القطاع بص تغييرات وتحولات و يعني بص يعني لجنة التخطيط كلها فكت لان اختلفت مع مين مع البرينس مين البرينس كولر ولو انا من الكابت الخطيب هعمل كده عشان بس الناس ما تزدش لو انا من الكابت المحمود الخطيب هو انا بابني قطاع كورة وبابني قطاع مسئولين وبابني اداريين وبابني مدربين وبابني شركة كل الكلام ده عشان ايه عشان فرقتي تتصدر وتكسب صح ولا غلط يعني كل الصرف والناس والشغل والورشة اللي شغالة دي اللي بتصفر في الاخر عن البطولات اذا تمت عشان خطر ايه الاهلي يكسب طب لما يكون عندي جهاز فني او مدير فني كسبان كل حاجة اهو امر يا باشر ده يبقى هو اللواء خلاص يبقى هو اللواء بتاع الموضوع هو المسئول يعني هو عشان كسبان دوري وكسبان كيس بص بقى دوري مصري مرتين هو بقى له سنتين الرجل ده جاي في شهر سبتمبر 2022 احنا دلوقتي دخلنا على سبتمبر 2024 يعني ماكملش سنتين الشهر الجاي نعمل له الشامعة بتاعت السنة التانية هابي بيرت داي مستر كولر السنة التانية اليك في الاهلي مرور عامين فعمره مع النادي الاهلي هيبقى عمره سنتين سنة وسنتين وكسبان كل حاجة في السنتين كسب الاتنين دوري فيش كده في السنتين كسب الاتنين كاس ابا مافيش كده في السنتين كسب الاتنين سوبر المحلي الله في السنتين كسب الاتنين دورة ابطال افريقي في السنتين ختلت العالم في كاس العالم في السنتين خسر حاجتين بس السنة دي خسر السوبر الافريقي اللي كان قدام الفريق المغربي السوري الجزائري اللي هو اتحاد العاصمة وخسر الدوري السوبر الدوري الافريقي ده اللي اتعامل اللي كان مضغوط كله في 20 و 21 يوم ده خرج مسيني فاينال لكن كل حاجة عملة فلما الراجل ده يعمل كل ده يؤمر يا باشا تؤمر ده الهنة والشهد على اديك وبعدين ايه احنا نقعد نرزع ونغبط ونخبط في الراجل ده من ساعة ما جاء ايه التدوير الكتير ده ايه اللي بيعمله ده بيغار خمس لعبة في التشكيل ستة لعبة في التشكيل ده بتخاني ما عفلا بلعبش قبشة ليه ما بيلعبش احنا بلعبش بقى ايه ننظر وعمر كمال لعب واحد معدول ايه حد ينزل من خلال عبدالفتاحهم محمد هاني قاعد ليه محمد هاني بيلعب ليه والسردباك ما عرفش مين هو الفرود ايه وفي الاخر الراجل يكسفنا كلنا ويكسب كل حاجة فبقى هو ايه عريس الليلة بتاعت الاه عريس الاهلي في السنتين ده لفا يؤمر عريس يؤمر فعشان كده انا مش مستقرب اقولك لو انا بالكابت الخطيف هعمل كده كابت المحسن صالح استضم بكولر اكتر من مرة السنة دي والحقيقة عشان برضو الحق يقال وينسب الحق الاصحابه لازم اقول ان الانفرض بخبر استقالة الكابت المحسن صالح كان زامنا الاستاذ ابو المعاطي زكي للامانة فياخد حقه ابو المعاطي ياخد حقه راجل مكتاد ورجل شاطر ياخد حقه لما قالي الكلام ده الدنيا تبعا اقول حيمشي محسن صالح ولجنة التخطيف لدرجة ان فيه ناس من كتر ما مش مصدقة مشت بخيالها كده قالت لا 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 ده ده اكيد حيلغوا لاجلة التخطيف ده الاقلع ليه فكرة مختلفة الفترة جاء السوب يبني قطاع للكورة في شرقة الكورة وسيفصل الكورة عن النادي وتتجه الى شركة الكورة مش هيسيب غير التسويق ويطلع معرفش فيه لان الناس مش بصدق الفكرة كابتن محسن صالح يمشي ما هقول عشان الكابتن محسن اصطدم مع كولر في اكتر من المرحة فكولر قلب وشه منهم مودست والكابتن محسن صالح بينها في سياسة لجنة الضغطين اللي هي سياسة النادي كابتن محسن صالح كان عايز الشماخ جمال الشماخ كباكليفت مش عايز اي حي يعطيها طلعه مش لان الشماخ احسن او عطيها طلعه احسن انما عايز يكرر تجربة معلول يجي حد يقعد سبع تمان سنين الشماخ 24 سنين يقعد سبع تمان سنين الضغط بيبع عنده 31-32 سنة كتجربة شبيهة لتجربة التجربة النجحة العملاقة بتاعت علي معلول فمن هنا جات الفكرة لكن كولر لا يحيي عطيها طلعه اهو كده انا عايز يحيي عطيها طلعه وما تيجي تبص لها ناحية الكابتن محسن ميزانه الميزان اللي بيبنى عليه هتلاع عنده حق هتبص الكولر هو المدير الفني هو اللي عايز المواصفات فنية محددة لفرقته ناحية الشمال شايفة فيها عطيها طلعه اكتر من جمال الشماخ هو كده فالكابتن محسن لانه راجل محترم هو راجل ابن بارب النادي الاهلي اثر السلامة وقال لك انا مش قعد اصطدم من راجل لدرجة انا فاكر في مودست في قصة مودست كان بيروح الملعب في التمرين عشان يقول له ما تلعبوش لو دخل عالنسبة المتفق عليها حيفرض علينا السنة التانية واحنا هتبقى خراب بيوت كفلوس والناس هتاكل وشينا ورجلينا يعني مش هتاكل وشينا بس يعني لو قعد سنة كمان احنا كنا واكلين وش الاهلي ومودست قاعد والقلب يكسب كل حاجة ومودست موجود وكنا مسكن الاهلي بالسايدينه فما بالك بقى كمان مودست يقعد سنة تانية كانت بقت مصيبة على الاهلي فكانش عاجب كولر الطريقة دي لكن الكابتن محسن الراجل بيقدي شغله ولانه هو من لا عايز صدام يظهر في الميديا ولا عايز الناس تحس اثر السلامة وتكلم مع الكابتن خطيب واعتذر عن رئاسة او الاستبرار في لجلة التخطيط النهاردة الاهلي بيعلن رسميا عن تولي الكابتن مختار مختار رئاسة لجلة التخطيط في اكتر من بيان رسم الاهلي عمله من النهاردة مختار مختار رئيسا لجلة التخطيط قرر مجلس دارة النادي برئاسة الكابتن الخطيب تعيين الكابتن مختار مختار رئيسا للجلة التخطيط خلفا لكابتن محسن صالح الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته كما قرر المجلس نضم الكابتن محمد رمضان الى عضوية اللجنة بجانب كل من الكابتن حسام غالي عضو مجلس الادارة والكابتن زكريا مواصف اذا مشي الكابتن محسن صالح جي مكانه الكابتن مختار مختار ثم نضم الكابتن محمد رمضان احد الاسماء يعني الكبيرة في النادي الالي قاتل الخبر التاني كابتن محمد رمضان انضم اللجنة بالاضافة طبعا للاشراف عليها كابتن محمود الخطيب بجانب الكابتن حسام غالي اللي موجود كده في اللجنة مع الكابتن طبعا زكريا ناصف اللي مكمل في مكانه في اللجنة التخطيط اذا اللجنة التخطيط تتكون من كل من كابتن مختار رئيس اعضاء كابتن زكريا ناصف كابتن محمد رمضان كابتن حسام غالي واشراف عام من الكابتن محمود الخطيب خلاص يبقى لجنة التخريط مستمر يا مش مخطط بقى النادي عامله وشركة الكورة وبلا بلا وده الناس دخلت في حاجات كتيرة جدا منها النعمير توفيق حيمشي وخش يكمل دوره في لجنة الكورة في شركة الكورة وانه لجنة التعاقدات ده هتتلغي وتروح معرفش فين كلام 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 وكأنه مش كولر اللي طالب لأ كولر اللي طالب كل القارات اللي هتشوفها دلوقتي طالبها كولر تعال نشوف خبر استقالة طبعا الاهل ينازل خبر ايضا على صفحته انه قبل استقالة الكابتن محسن صالح وفق النادي القالة على قبول الاعتذار الذي تقدم به الكابتن محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط وتم توجيه الشكر الي عما قدمه من جهد معضاء اللجنة ساهم في نجاحات قطاع الكورة خلال الفترة الماضية طيب بالنسبة للمدير الكورة كابت خارد بيمو هو اغرب اقالة لمدير كورة القالة عشان شيك وبيحافظ على ولاده فسمها قبول اعتذار دا كان يعني مش قبل اعتذار ان الكابتن خارد بيمو لغاية مبارح لما تسأل بعد الماتش بتاع مبارح اللي قالي خسر بن بودرس بورت اخر مباراة اتنين واحد فلما تسأل قال ما عرفش وزي ما يكون يعني انا مع الالي في اي قرار وفي اي حاجة وحافظه على الالي وقال كلام كتير كده هنحاول يعني نجيب لكم بعد شوية رد فعلي كابتن خارد بيمو لو جايز قلولي يعني لو جايز رد فعلي كابتن خارد بيمو قلولي طب خلينا نسمع كابتن خارد بيمو الاول وارجع عليكم القصة دي يلا اطلب بشكر طبعا زبلائنا في اليوم السابع الدوكش واصدقائنا في السكورة بلاس انقلنا عنهم التصريح السريع ده بس هو كابتن خارد بيمو قال لي انا اخد بالكم وبنعمل وبنكتد وبنشتغل لكن هو مش عارف مصيره ايه الغد بالليل مبارح بعد المباراة ومش عارف مصيره ايه وقعد حي الجمهور كابتن خارد بيمو اعتبرناها تحية طبيعية وممكن تبقى ودعية تمشي وممكن تبقى تحية طبيعية لان ده اخر مباراة في الدوري ولعيبة كلها حية الجماهير وحتشوفوا ماتيريال دلوقتي لتحية اللعيبة للجمهور وبدو لهم تشيرتات وبدو لهم حاجات وكانت احتفالية رغم من الفريق لعب كله بالناشئين مبارح باستثناء ثلاثة كان كهربا وعمر كبال عبدالواحد وخارد عبدالفتاح اهو اللعيبة بتحتفل كلها رايحة للجمهور فممكن اعتبر التحتفال كابتن خدت بيمو ده ضمن الاحتفال بالدوري اللعيبة طبعا رايح تحتفل على استحياء ليه؟ اصله خسره بالمدر يا كسوفي عارف انت ما يقولك يا كسوفي مش مغطيق شعرك يا كسوفي الاهلي كسبان الدوري واخر ماتش بلعب بالشباب والناسين فخسر ماتش في الاخير فراح على استحياء كده يعني يا كسوفي يا كسوفي يا كسوفي اهو ازا ما احنا شايفين كده بص اللعيبة طبعا كهربا يا سلام كابتن 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 بص كهربا هو كابتن بقى يا جماعة بص 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 هو اللي بيوزع التشيرتات كهربا بقى لك اللعيبة بس طبعا ناس حوالين اللعيبة بتحاول تاخد تشيرتة او حاجة كل اللعيب خد له واحد ولا اتنين اهو ازا ما احنا شايفين عشان يرمع الجمهور ويوزع على الجمهور ازا ما احنا شايفين اهو كهربا خد كل البقى له بص وهو كهربا الكابتن هو اللي بيوزع فعموت كهربا بص بص طبعا كهربا نجم كبير فالكاميرات كلها حواليه منما اللعيبة الصغيرة يعني احتفلت لكن بنوع من الحزن نتيجة خسارة النادي الاهلي للمباراة منما عايدة خسارة طبعية كده كده الماتش كانت تحسين حاصل وكهربا على فكرة كابتل الفرقة في الماتش ده وحط صورته على الفيسبوك وريني كده الأكاونت بتاعه كده على السوشيال ميديا حطت صورته عامل كده وبص عشان يبارك شرط الكابتل بص بص لازم الحتة دي يعني انا مال بالشرط الكابتل هعمل ايدي كده هتكتب الكاميرا علي عشان عشان دي تبين وما اللي عملت كده مش هتبين شرط الكابتل بص كهربا حبه انا كهربا ده جدا انا بس عندي سؤال ان كهربا ماشي واما انا هتكلم قالك انا مش ماشي والاهلي وانا عشان انا بقى كابتل الاهلي ده كان حلم قديم وكان مين في مصر مهاجم احصل من كهربا يعني انت عايز حتى لو عايز مهاجم اجنابي مع مهاجم مصري مين في مصري وسؤالي ده لأي حد يعني يعني حتى حطوه على السوشيال ميديا انا بسأل سؤال مين في مصر تمشي كهربا توديه زد طبعا هو قال لا يعني هو خلاص حسن من الكلام بها بس قبلها كان كلام كتير بتألف السك ده مين في مصر مهاجم وده سؤال جماهير يقولولنا يمكن حد يقوللي افة بتاع امبي احسن حد تاني يقوللي عاطف بتاع مودرن احسن احمد عاطف ممكن واحد تالت يقوللي مثلا يا انا حسام حسن سموحة ممكن واحد رابع وهكذا لك انا عايز اسأل احمد سالم بتاع الاسماعيلي او 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 انا عايز اسأل مين افضل من كهربا كمهاجم في مصر او ناصر مانسي بتاع المصريين بتاع الزمالك هل في مهاجم مصري الاقل ممكن يستعين بيه يمشي كهربا احسن من كهربا هل في كده عشان خاطر النغمة اللي تمشي ان كهربا ماشي وان الاقل مش عايزه وان 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 بلع كهربا قال لك هل الكلام اللي بتقال ده انا يعني ما حصلش شي وانا يعني في الاخر يعني كنت منتظر لنهاية الموسم عشان اتكلم وانا مصر ومكمل وانا اتغيرت وانا عندي اصرار وانا نفس اي حد والكلام ده كلام كله ايجابي على الموسم الجديد خلاص والاهلي حتى لو جاب مهاجم اجنابي مع وسام ابو علي مع كهربا ده خط هجوم ناري ناري يعني كهربا ميرجع لمستوى واخر من اخر تلات ماتشات كهربا جاب جلين فانت بتتكلم في مهاجم الحقيقة الان من اهم المهاجمين الموجودين في الدولة المصري ففكرة ان يمشي مش منطقية يعني تقول لي صراحة سعودية يا سنة عارة اقولك ماشي وفكرة وفلوسه بتاع ماشي افهم لكن يروح زد عشان الاهلي يشتري مهاجم تاني من مصري دي بالنسبة لي مش مبلوعة عموما نرجع تاني للاحداث والتغييرات اللي في الكورة في الاهلي كابتل خارج بيبو بغاية بالليل ما يعرفش انما ده قرار كولر خد بالك كولر راجل زاكي وبيعرف كواس جدا امتى يتكلم وامتى يتملك هو خلاص هو تملك من فرقة الكورة في الاهلي هو الباب عارف انت كعربة مقولك ده انا بابا يا لأ عندنا احنا البتاعة دي ولا عندناش اللقطة دي ها كولر يقول كده لكل المدربين في مصر ده انا بابا يا لأ كسبان كل حاجة وانا بقولوك لو انا من كابتل خطيب لو انا بدير النادي الاهلي اقسم بالله حنفز له كل طلباته لان انا كل القطاعات اللي شغالة دي والموظفين والادارات وكل الناس عشان انجح وكسب بطولات طب هو كسب كل المطولات خلاص هو مش مرتاح مع كابتل محسن صالح خلاص طب هو يمشي ولا كابتل محسن صالح يمشي كابتل محسن راجل محترم مش هيخش في الدي بيت دي ولا في المقارنة دي فاعتذر خلاص وكده كده سيستيب الاهلي شغال وما في مش مشكلة وماشي كابتل خارب بيه بقى اغرب رحيل انا شايفه فاخر 25-30 سنة في الاهلي اللي انا عشتهم يعني ده صحفين مفيش حد نجح هذا النجاح مشي كده غريبة جد يعني خلت بيبه كان مدير كورة دخلت بيبه كسب كل حاجة مع الاهلي وكمان يضاف على ده انه لا كان يتحدث في الاعلام ولا كان فتح مع الاعلام كلام ولا كان بيمد حد بحاجة وكان ده متقيل على الاعلام يعني اكتر ناس مبسوطة ان خلت بيبه ومشي اكتر من كولر هم بتوعه الاعلام اللي زي حالتنا والصحفين ليه جلدة لا يديك خبر والله يطلع معلومة ويرد بعد ما يطلع عينك ويعمل نفسه مش من هنا يعني يعود يوديك ويجيبك متخدش منه حق ولا بطل انا معرفش ده ميزة ولا عيب يعني ده انه مش فاتح مع الاعلام ومش كل يوم مداخلات ومش بعد الماتشات يعمل لقاط على طوله خالص ده خالد بيبه وراجل يعمل فيه صمت تام وبيسمع كلام المدار ما تتنططش كتير على الدك خلاص خلاص كان يكشم لكولر يقوله لا ده انا مدير الكورر عمل اللي انا عايزه من فضلك كان ممكن يعمل كده فعشان كده انا بستغرب راحل خالد بيبه وانما النادي الاهلي وجهه له الشكر هاتلي الخبر وجه الشكر او قبل اعتذار لان الاهلي قلتلكم ناس محترمين طبعا هي اقالة لكن تقديرا لكابتن خالد بيبه لان الاهلي مع ابناؤه بيبقى يعني بيهتم جدا بالشياكة دي فقالوا انه نجرة التخطيط في اجتماعها اليوم بحضور الكابتن الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة قررت قبول اعتذار الكابتن خالد بيبه عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة ووجهت اليه الشكر والتقدير عن جاهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامي بثوابة النادي خلال فترة ادارته فضلا عن مساهماته مع زملائه اعضاء الجهاز الفني والاداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري الاهلي كنادي وكأدارة مش عارفين يوده وشو منقفين من خلال بيبه الوحيد اللي مشي بمنصب يعني الوحيد اللي بمشي بيتسكن في منصب تاني هو ما عملش حاجة الرجل ده نجح نجح باهر كمان مش ما عمل ده نجح نجح باهر فقال لك وكلفت اللجنة الكابتن خالد بيبه بمهمة بمهمة المنصق العام لقطاعات الناشئين والاكاديميات وكرة النسئة وكل حاجة بقى في الفني دي غير الفريق الاول ويستحق الكابتن خالد بيبه لانا شخصها محترمة انا عن نفسي على مدار السنة دي كل اعمل معي مداخلة واحد خالد بيبه رغم صدقتي بيه اللي بتمتد سنين وسنين وسنين على فكرة مش فاكر مرة واحدة يمكن مرتين او مرة اهي مرة انا فاكرها مرة فالراجل قدم عليه ويستحقك الشكر الجماهيري يعني لو انا من جمهور الاهلي اعمل هاشتاج كده اسمه شكرا خالد بيبه والله العظيم يستحقك من جمهور النادي الاهلي انه يعمل له هاشتاج ويطلع ترند اسمه شكرا خالد بيبه لكن المدير الفني اللي وجهة نظر نحترمها خد بالك اوعى تفتكر ده انه معنا ان كولر متعالي ان الاهلي يعني خلاص بقى يعني ضعف قدام كولر لا 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 لما يبقى القائد ناجح ناجح منقطع النظير لازم تهيق له كل وسار النجاح ومنفعش تحط له واحد من درعاته تعبه او مش تعبه هو مش مرتاح خلاص يعني لو انا راجل بدير او رئيس تحرير او مسؤول مش عاجب مدير تحرير بيتعبلي مستحيل مستحيل بكون لحد في شغله كده لا يمكن تحط مساعد ليك او مدير معاك او واحد مهم في قطاع العمل معاك وهو بينك وبينه ومش مرتاحين كم يا مش راجبه فلازم انا في رأيي خالد بيبه ادى دوره على اكمل وجه الجمهور حتى في المتش بتاعه ما رح بيهتفله انا يعني باقترح على جمهور الاهلي لازم يعمل هاشتاج اسمه كده شكرا خالد بيبه ده اقل او افضل تقدير بلاش اطبعا افضل تقدير مش اقل تقدير ده افضل تقدير يحسوا اللي بيشتغل في المجال بتاع الكورة ده ان الجمهور حاسس بمجهوده يعني اكتر حاجة وباخد فلوسه وباخد وكفاءاته وبيتشهر طبعا واسمه خد بيبه وكده كده اسمه كبير كلعيب مميز جدا في تاريخ النادي الاهلي لكن لما يتعب سنة بهذا الجهد الكبير وبعد وحش غول اسمه سادة عبدالحفيز غول كانت سادة عبدالحفيز غول في شغل وغول في علاقاته وغول في التعامل وغول في الاعلام وحش بنجاحات يعني تاريخية سادة عبدالحفيز فجمعه حظه بعده فالناس عاملات قارن تقارن تقارن وراجل سيكت ولا نطأ ولا علاق ولا عمل على مدار سنة كابل فانا باقترح شكرا خالد بيبه ده هاشتاج انا باقترح ان البمور يعمله من ضمن كمان القرارات اللي طلعت بتاعة النادي الاهلي توجيه الشكر لخالد الجوادي مترجم كولر وانا حذرت هنا من مثلا سنة وهو شخصيا وجهت له رسائر خالد الجوادي قلت له خد بالك عشان انت في الاخر بتاخد حاجات اعلى مش اعلى لان هو قليل لا منصبه بيحتم عليه حاجات معينة هو فقط مترجم مترجم يعني ايه لمدير فني يعني كاتم اصرار الفريق يعني عارف عن الفريق اكتر من الكابتل الخطيب عارفه تخيل خالد الجوادي ده او اي مترجم قبل الدكتور عمرو محب او الناس اللي كانت مترجمين تعرف عن الفريق اكتر من الكابتل الخطيب اكتر من مدير الكور اكتر من اي لعيب اكتر من اي حد لان هو المترجم الشخصي للمدير الفني يعني اي فسوة او ناسوة او بسوة هو اللي بيقوله والودة ماشي كده ليه هو عارف ان قال على فلان ماشي كده ليه والودة بيتدلع كده ليه والودة اسمه ايه والله الودة بيجري كوي ده الودة ممكن نجيبه بقولك ايش قل المساعدين كذا قل الكابت السماء قمصان كذا قل اللعيم الفلاني كذا قل له لو ما تزبطش هعمل حيصل كذا قل له برافو علي ده انا حكافه والفترة الجاية قل له برافو علي ده انا حديله الفترة الجاية لا مش حديله كل حاجة يعني ممكن خارد الجوادي ده تطلع منه فايلات كل لعيب يكتب لك بص مجلد عن لعيب لعيب في الناد الاهلي في علاقته بكولر فهو كاتم الاسرار كاتم الاسرار يعني ايه يعني لا يظهر ولا يتحدث في الاعلام نهائيا ولا يصنع علاقات مع الاعلام خد بالك اول ما يشطح في صناعة العلاقات ويبتدي بيكتب على السوشيال ميديا وبتدي يتنجم ويشعر بدا ده لجم يمشي مع ان انا شايفه راجل محترم وراجل كويس وراجل يعني له مكان او قيمة يعني خد تفتكرهش كلمة مترجم ده حاجة عادية ده ناس يعني ناس لا حيسية يعني كابتن محسن تنطاوي كان من يعني مترجم مداربين في الاهلي صابل ومعرق وهولمن وهو كان رئيس نادي الصيد بعد كده كابتن محسن كان رئيس نادي الصيد واحد الانديا الاجتماعات ضخمة في مصر الشهيرة في مصر والدكتور خاد الجوادي ده ده أستاذ جامعي يعني مش حد دكتور عمرو محب دكتوراه عظيمة في الماركتنج وفي التعاملات مع الفيفا وصحف كبير يعني اعلام كبير يعني يعني ده ناس لها حيسية كبيرة لكن مفترض هو ليه إطار لو عداه ما ينفعش فهو عدا الإطار ده خلاص فبقى كمان الاهلي هاشعر انه مصدر قوة جوه الفريق يعني بقى مؤثر على كولر جدا يعني ممكن يتسبف ان كولر مثلا يحب الكهرباء او يكره الكهرباء يحب قفشة او يكره بدأ يتولد عند لجنة التخطيط في الاهلي وكابت الخطيب الاحساس ده انه ممكن كولر يحب كهرباء او يكرهوا او يحب قفشة او يكرهوا او يحب منهم او يكرهوا مش يكرهوا يعني او ياخد منه موقف او يقلي بعليه او عبدالقادر او 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 بسبب نقل حاجات من خالد الجوادي وخالد الجوادي راجل وصل لمرحلة مع كولر صداقة شخصية بقيتش بس مدير فني ومترجم فباين قل له كل حاجة يعني لو ممكن يقول له مثلا ده فلان منافسن عليك ده فلان بتكلم عليك يعني من فكرة الصداقة مش من فكرة التوقيع يعني هاخد حسن النية في كل حاجة لكن خلاص هنا خدت دور اعلى واكبر انتهت فضا قرار سليم معين انا بقولك اهو راجل كويس وراجل محترم وراجل كف وراجل على مكانة عالية كده حاجة الاخيرة تكليف الكابتن سامي امصان المدرب العام بالغل القيام بمهام مدير الفريق اهو قرارت لنجمة التخطيط في اجتماعها اليوم تكليف الكابتن سامي امصان بالقيام بعمل مدير الكرة بجانب عملي كمدرب عامل الفريق وذلك بعد الاعتذار الذي تقنى بالكابتن الخارج بيبو عن عدم الاستمرار في همته ليه لان اختيار حد في المنصب ده في الاهلي ده عديدا مش سهل ناس ده اللي قال لك فولان ولي قال لك متعب ولي قال لك شوئي ولي قال اه وقل جمعة ولي قال عماد النحس ولي قال مولد صلاح الدين ولي قال ولي قال اختيار المنصب ده في الاهلي بالذات مش سهل فلان الاهلي ماوصلش للتركيبة اللي في الناغو عمل هولد والكابتن سامي امصان قائم بقى عمال غد مايشوفه ممكن يقعد كده يعني يسيبه شهر شهرين ماشية مع كولر الفكرة دي ولا مش ماشية مشيت مع حسان البدري مع جوزيه كان حكابتن حسان البدري مدرب عم ومقام بعمل مدير الكورة مع مستر مانو جوزيه مشيت شوية عدنا سنة سنتين تلاتة في القصة دي هل هتمشي ولا مش هتمشي كابتن محمد يوسف مع لصارتي ما مشيتش عاصل المشكلة فالقالب يجس النط اه دي الاحداث اللي في الاهلي والانقلبات اللي طلعها والنازلة في النادي الاهلي اهلي خسر امبارح اتنين واحد من مودم سبورت هنتكلم عالكلام دي خيروني الاولا روح لكم الخبر مهم جدا جدا تاني بكرة بكرة الجلسة الاولى في محكمة الجنايات لمحاكمة احمد فتوح في القضية بتاعت الحادث اللي راح ضحيته الامين الشرطة السيد احمد الشبكة الله يرحمه ويحسن اليه ويصبر اهله ويسكنه فسيح جناته يعني وقلوبنا كلنا مع اهله لان ده مني ادم ملوش علاقة باي حاجة بيعدي طريق راح وفتوح في كرب في موقف صعب وهو في زهول مش مصدق وبعدين انا بقتش فاهم يعني في حاجات انا مش فاهمها بتحصل يعني مثلا بتاعرف اخبار المواضيع من مرتضى منصور رئيس النادي الاسبق هو بتاعرف منه الاكبار غريبة جدا يعني حصل ايه والتصالح بيتم ازاي ويحسن بتاعرفها مئمة برضو هو طبعا راجل بيحاول يساعد انه انه الاستاذ اشرف المستشار اشرف عبدالعزيز هو اللي بيقود الفريق القانوني مع ناس يعني ده لان اعمالين الناس مع كلام وكله كلام بيصدر من ناس خارج الاطار الرئاسي بتاع نادي الزمالك وانا عارف ان الدكتور كمال شعيب ملوش علاقة بالموضوع يعني دكتور كمال شعيب المستشار القانوني بتاع نادي الزمالك لاجل الحظ بتاع فتوح ان الراجل مسافر لما تعمل لما حصل لما الحادث حصل ان الراجل في المانيا مسافر في مهمة معينة اجازة بقى او مهمة شغل مش عارف فالرجل بعيد اصلا عن مصر فالحادث حصل فالزمالك استعان بناس تانية وفتوح يمكن استعان بالمستشار اشرف عبدالعزيز برئيس النادي لازمة المستشار مرتضى منصور بتدخل بحكم ان هو كان رئيس النادي يعني في قصص كده في الموضوع ده فانا عشان خاطر بس نعلم التفاصيل القانونية فقط كفكرة قانونية اللي ممكن يحصل بكرة كلمت المستشار كمال شعيب وطلبت منه ان هو يقول لنا اللي ممكن يحصل بكرة بعيد عن كونه بقى هو مش مسؤول خالص عن هزي القضية بحكم ان هو اصلا مش موجود في مصر من الاساس دكتور كمال شعيب مساء الخير يا فاندي كلاما ان شاء الله وانا انا عايف ان انت بعيد عن الفايل ده لكن مظبوط كلا اه 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 لكن انا عايز اعرف حتى الخطوات القانونية يعني في القصة دي اللي ممكن تتمه بكرة على اعتبار بكرة اول جالسة زي ما انا عرفت يعني خلينا الاول طبعا يعني يعني ندعو بالرحمة والمغفرة للمتوسطي اسأل الله ان يرحمه رحمة الواسعة طبعا وبنقدم التعاذي بالمواثال الاسرة المتوسطي والسيدة والدته اسأل الله ان يعني يربط على قلبها وابنائه يا رب ان شاء الله واسرته بالكامل فاجعة بالنسبة كبيرة طبعا طبعا اه فاجعة طبعا وامر جلل اسأل الله يا رب يعني يصبرهم يا رب يعني يصبرهم ويقوم العمر يا رب ان شاء الله يقوم طبعا الجالسة الاولى بكرة زي ما حضرتك قول اسأل الله يعني يعين الاسدة والزملاء المتواجدين يعني الامر اسأل الله يصروا واللاعب طبعا يعني ده ما حراج قلد اه في قرب عظيل يعني في مشكلة كبيرة اسأل الله يا رب يقربوا منها لان يعني الحوادل ده اه امر صعب طبعا وبتحصل بشكل غير متحمد فاسأل الله يعني يفك كربه وراف فبكرة طبعا الجالسة الجالسة الاولى اه يعني خطة الاسدة اه هل هيترافعوا في الجالسة دي انما وارد طبعا نئبة فيه مرافعة اه الاسرة المدني حليل طبعا انا حارفني فيه وقت دار الاسرة وقدم التحاجي وقدم الموافاة انما هو في الاول وفي الاخر ده طبعا وقدر وطبعا ده جزء مهم بليه اكيد يعني في مطار القضية جزء مهم طيب اه 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 يعني يعني كل الناس بتؤكد انه التصالح ان شاء الله بإذن الله اه اه بيفرق كتير في القضية مش كده طبعا 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 وده امر جائز قانونا يعني اه قضايا لأسل الخطأ والإصابة الخطأ لانها يعني مفيش تعامل ديها وامر بيتمت بطريق الخطأ وكلنا معرضين لموقع ديها طب هل هل اه 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 ازا تم التصالح بكناك كقانون بقي يعني مش في موضوع مش في موضوع فتوح يا ربنا يا رب يفك كاربو ويرحم اه اه اخونا الشهيد احمد الشبك يا رب يسكنه فسيح جنباته اه بكناك بشكل عام هل ممكن لما بيحصل التصالح اه اه بيحصل يعني اه ان فتوح يخرج من الحبس ويستكمل القضية بتاعته خارج الحبس ولا والله ده طبعا امر يعود للمحكمة والقضاء انما طبعا القضايا اللي بيبقى فيها الرأي العام هو يعني لعب يعني محبوس على جنة القضية ومحال محبوس انما طبعا لو كان التصالح ده امر هيفاهل على الانتفاع وعلى الاسد الحضري كثير جدا في القضية طبعا يعني مش بينهي القضية انما بيساهل بشكل كبير موقف اللاعي دكتور كمال تجلنا بالسلامة بقى حبيبي ربنا يكرمك يا كبت انه مشاكل جدا لحضرتك وربنا يبالك حضرتك يا كبت انت جلنا بالسلامة الدكتور كمال شعيب المحامي شهير بن نقد والمستشار القانوني لنادي الزمالك هو مالوش علاقة بهذه القضية بحكم سافره هو طبعا سافر قبل الحادث وبرى مصر بقى له فترة وبالتالي الناس تقنق متولية القضية انما بنحاول نستفسر منه عن الجانب القانوني ان شاء الله فتوح باذن الله يخرج من كربو ان شاء الله باذن الله ربنا يصبر اهل اخونا احمد الشبكي وعايز اقول ان الموضوع مش سهل الموضوع جلل يعني يعني انا مش عايز اقول فكرة حط نفسك مكان الناس دي اهل الشهيد يعني لانه تصور يعني لايمكن قبوله بالعقل يعني عط نفسي ازاي يعني حد يموت لي يعني احساس صعب جدا فما بالك هم مجوعة الاحساس ده مجرد ان انت تفكر تعيش الموضوع ده وتشعر ان حد قريب منك يضيع كده فجأة بهذا الشكل المأساة والبشع انت بتتشد للتصور حتى فما بالك اللي عايش الازمة وعايش المأساة وعايش هزي الفاجعة عشان كده مبارح الزمالك حط على الصفحة بتاعته نعي متأخر اه شوية صراحة لكن نزل الناعي مبارح والحقيقة الناس يعني كان لها بعض العتاب على بعض التصريحات اللي خرجت من النادي او من المتحدث الرسمي وحصل اعتذارات نهارده كان فيه وفد رسمي من النادي موجود فيه عدد من نجوم الكورة زي شيكابالا نجوم كوبار زي شيكابالا زي الزناري زي عبدالوحد السيد تواجده النهارده فيه عندي عائلة يعني الشهيد كمان يعني بيحاولوا بقدر الامكان الناس ان هي تتعامل مع الموضوع بنوع من التروي في نادي الزمالك للتصالح وانا قبل كده قلت يا جماعة التصالح او مسندة هذه العائلة المكلومة ملوش هراخب التصالح يعني المؤسسات الضخمة اللي لها مكانة اجتماعية ضخمة زي نادي الزمالك مش مجرد نادي وجمهور بيشجعه لا ده الزمالك نادي له تاريخ له علاقات وطيدة بالبشر وبالناس وبالمواطن المصري مؤثر جدا له يعني قيمة مجتمعية واجتماعية ضخمة جدا فلازم الزمالك يعني يتواصل ويتواجد ويساند ويساعد هذه العائلة بايد عن التصالح من عدمه وانا قلت هذا الكلام من يوم الحادث وثاني يوم الحادث وثالث يوم الحادث ان هذا دور واجب على نادي الزمالك وعلى الناس اللي في نادي الزمالك ان هي تتواجد مع عائلة المرحوم فالزمالك عمل الناعي مبارح ويتواجد النارده الناعي قدامنا هو ان لله واني علي راجعون يانعي نادي الزمالك وباجد اصدارته برئاسة الكابتن حسين اللبي ببالغ الحزن والقاسى يابن ده ناعي ده ناعي حسن ناجل المهندس محمود طاهر رئيس النادي ده ده مهندس محمود طاهر يابن ده ناعي المهندس محمود طاهر طبعا بما اننا يعني طلعوا للناعي غلط بتاع حسن الناس نايمة ف يعني لازم انا مش عارف اقول ايه محمود طاهر يعني يعني طبعا يعني مفيش حاجة تغلع ربنا سبحانه وتعالى وربنا بيسترد كل ودايعه يعني كلنا اليه ذاهبون يعني كل واحد للاحظته ليومه لتوقيته ولا تعرفه نفس بقى اي ارض انت موت يعني هنموت كل عد فينا هيموت فين وامتى وازاي حدش عارف لحد عارف رزقه امتى بييجي ازاي وفين ولا حد عارف موته امتى وفين لكن بالفراء ببقى صعب وصادم ابنه حسن وشاب في بداية التلاتينات فتوفى وقدام عينه يعني يعني موقف صعب والله يكون فعونه والله يصبره وبنعزيه وبننعي ناجله وحسن محمود طاهر وبنعز المهندس محمود طاهر على هذا الفراق المؤلم ويصبره ويصبر اهله ويصبر ويصبر ذويه ويعني يسكن حسن ربنا سبحانه وتعالى يرحمه برحمته ويسكنه فسيح جناته طيب النهاردة كان الجلسة بتاعت الناس من مجلس دارة نادي الزمالك مع نجم الشباك احمد سعد زيسو بصوا كل الاحداث بتاعت فتوح والمشكلة بتاعته والمصاب القليم لعائلة الشهيد واللعيبة والدوري وماتشاته الزمالك يلعب في كاس مصر ازاي والمدارب يقول لك مش ناعب ومسافر كل الاحداث الكتير دي وييجي موضوع لزيسو يغطي على كل حاجة نجم الشباكة الاول والاوحد الان في نادي الزمالك يعني هات اي حد في نادي الزمالك قوله انه هيتبعه ويمشي والجمهور اللي هتليم الداي ولا هتليمه بصوت عادي الا زيسو الدانيا تتقلب 180 درجة والزمالك في موقف مؤلم وتكلمني هنا قبل كده وجبنا حاجات من السوشيال ميديا شفناها النهاردة تواجد زيسو مع والده في حضور الدكتور حسام المندو السيد النائب امين السندوق ومعه رامن صوحي عضو مجلس الادارة تحت السن ونيرا الاحمر عضو مجلس الادارة تحت السن وكان حيما موجود الكابتن حسين لبيب لكن لظروف مرضية حالة دون حضور هذا الاجتماع انا معرفش رامن صوحي ونيرا الاحمر اللي هم في لجنة تعاقدات في الزمالك مش عارف لكن في الاخر هم اعضاء مجلس ادارة وبقالوا موجة نظر او ربما هم قريبين من اللاعب فليهم دور وده حاجة كويسة انه بقى فيه شباب من اعضاء مجلس الادارة تتصدر المشاهد المهمة ده مشهد مهمة في الزمالك والبقى التجديد معزيزه اهم مشهد في الزمالك تلوقتي يعني اهم عنده جمهور منك تعمل فرع جديد للنادي اهم عنده جمهور من انت تغير حمامات السباحة في المقر ولا تعمل تربازات جديدة ولا تطلع فوق في مرسة مطروح ولا تبني فرقة السلة ولا اهم مشهد في الزمالك عنده جمهور هو تجديد التعاقد معزيزه فلما توجد فيه اتنين انت هتنسل نهاية كويسة جدا نحية يعني لكن الجلسة النهاردة اللي قضها الدكتور حسام المندوه لم تصفر على شيء لان هي ما كانش هدفها ان تصفر على شيء هزي الجلسة عملت واصر علىها الدكتور حسام رغم غياب الكابتن حسين لبيب كان ممكن دكتور حسام يعتذر لوالد زيزو ويقول له معلش الكابتن حسين تعبان بعد يومين حنكتمع تاني عادي يعني لكنه اصر على نهاية التعامل علشان خاطر الراجل يقول له حاجة واحدة بس ان الزمالك متمسك بيك ان الزمالك متمسك باستمرارك ومتمسك بيك دي المسج المهمة في القعدة كلها القعدة قتلاها ساعة ولا بتاع دي كان اهم المسج فيها الزمالك لن يفرد فيك وكان اهم حاجة عايز يوصلها والد زيزو الكابتن مصطفى زيزو والده انه ما هو ما قالش اي رقم طلبه من نادي الزمالك وكل اللي بيتردد انه عايز 100 مليون جنيه والكلام ده غير صحيح ده كلام ناس بتكتبه وناس بتحطه على السوشيال ميديا وبيهاجي الجمهورة على ابني وده مش صحيح احنا ما طلبناش حاجة احنا اتكلمنا في فلوس اتكتور حسام لا اما اتكلمناش طب الكلام ده بطلع منين معين انا شخصيا شايف ان ده حقه والله العظيم زيزو لو طلب 100 مليون جنيه في السنة في نادي الزمالك حقه ايه رايك بقى حقه تخيل زيزو ده جاي له عرض من نادي نيوم السعودي ياخد في السنة 3.5 مليون دولار حسيب لي يا ابني كامة 3.5 مليون دولار دول 3.5 مليون دولار في السنة 3.5 مليون دولار خلانا نقولها صح دولار بلاش دولار دي والدولار دي بتطرق بتاعتنا احنا تدخل في 170-180 مليون جنيه اخد بالك من 170-180 مليون جنيه فلما يقول 100 مليون او حد يقترح 100 مليون او حتى تطلع اشعة 100 مليون طبيعي واحد جايله في السنة ربنا يا رب يزيد ويبركله 180 مليون جنيه او 175 مليون جنيه فانت بتقوله لا 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 ويأخد بالك ويوقع في يناير ببلاش يعني بعد 3 شهور 19-11-12-12-4 شهور ويوقع في يناير وحيقبط شيك كاش اكيد في وقت ما يوقع ب2-3 مليون دولار مليار في المية فانت بتقوله لا 7-180 مليون وتعالى ابو 20-30 ونطلع احنا نقول ياه 30 مليون ليه 40 مليون ليه بيعملوا ايه بتوع الكرة دول ده المدرسين بياخدوا كذا ده انا ما بحبش المقارنات دي ما بحبش او انا فيه مدرسين بتاخد ملايين دلوقتي وشوفناهم عربيات ايه وحواديد ايه وقصص ايه ده بيأجروا استادات عشان يلاحوا اطلب استاد صارت مغطاة يعني في كل المحافظات فيه مدرسين بتاخد ملايين وفيه مدرسين بتاخد ملايين مدرسين يزيدوا يا رب يزيدوا ومرتلاتهم تزيد يا رب بس يا جماعة كل مجال ليه سيستمه يعني هو كريستيانو رونالدو بياخدوا الرقام دي ليه هتقول لي وانت هو كريستيانو رونالدو او اي لعفة دولة الانجليسية من المشاهير او دولة الفرنساوي او دولة الالمين هو كورة كده وزي الفن هو فرلندا بياخد ليه 50 مليون في المسلسل و60 مليون في المسلسل المسلسل ده بيدخل كامل ام كان بتاعه كامل والشهرة اللي بيعملها للمحطة ايه او للقناة ايه بتاعته ده حاجات ده ده سوء كل ما فيه ده كترة اطباء بتعمل عملية بمليون جنيه واثنين مليون جنيه العملية الوحدة وعملات يعني مش العملية الكبيرة بتعدي كمان كده وفي محامين بياخدوا في الاضيه 20 مليون جنيه وفي مهندسين بياخدوا معرفش ايه 50 مليون جنيه وفي محامين وكده ما في كل مجال في كده فمحدش يقوللي يعني زيزيزي ايه اخد 30 مليون جنيه 40 مليون جنيه والمعرفش انا بحبش المقارنات دي اخد بالك انا ما بحبش المقارنات انا عن نفسي ما هو هيجيب للنادي لو كان النادي قرر بيعه 6 مليون دولار اضرب 6 مليون في 50 حوالي تقريبا 50 او اقل شوية تكلفه 300 مليون جنيه للنادي صح وهل يتساوم على عيب ما يجيبش للنادي 100 ألف دولار او 200 ألف دولار يعني مش عايز اقول اسماء لكن قرر نزيزه بلعيب زي فلان النادي قرر يبيعه هيجيب كم 10 مليون 8 مليون 6 مليون 15 مليون 20 مليون جنيه هتقرن بزي 300 مليون جنيه 1100 في المية فأبو 20 مليون ده ما اتباع لو بياخد 8 مليون جنيه راتب ولا 6 مليون جنيه راتب والتاني جابعه 1000 في المية ولا 11 ولا 11 ولا 11 يعني 11 ضعف احسب 11 في 6 مليون يعني لو انا باقض 6 مليون وباقض باع بـ 20 مليون يبقى بـ 300 مليون اضرب باقض 6.010 انا ساعلي في السنة 60-70 مليون مرتبة ده اللوجيك ده العدل انا عن نفسي لما يقوله 100 مليون ما اندهشتش بقول لي يقول زيزو بياخد في الزماني 30 مليون ولا 40 مليون ولا 20 مليون ولا جال عمال يدفعه 15 نادي 25 والكلام العمالي يتردد ده عادي لانه وقيمته التسويق وصلاح لما تكون قيمته التسويق كازا مش اعلى راتب مش هو نجم الفرقة نجم الشباك صح ولا غلط ده انا صراح لنا معاقص دخلنا في حدوتة يعني بص يعني والله العظيم مكانتش لنا دعوة بيها مكانتش اعتفال ده يا رب ولا علينا السوشيال ميدي هجيله دلوقتي لكن زيزو كل قصة من الراجل بيقول انا ما قلتش ارقام لكن انا بقول الزمالك اهو ان لازم تجدد لزيزو او تمدد عشان ده اللفظ الاكثر دقة لزيزو سنتين فوق السنة البقية لازم اعتبارك اكده زي طبع البوستر فاش هزار ما فيهاش هزار لان انت بتحفظ على اصل النادي ان شاء الله بخمسين مليون في السنة ان شاء الله بستين مليون في السنة ان شاء الله باربين مليون انا ما عرفش ربنا يا رب يكرمه ويزيده لكن ده اصل من الاصول النادي ربما تلجأ اللي بيعه السنة جاية يعني خد بالك والزمالك مشكلته مع الجمهور ايف زيزو مش بس انه زيزو الايقونة ونجم الشباك والعاب اللي بتبني عليه كل حاجة والسنة جاية لأ والزمالك لانه متراجع فنيا وعنده مشاكل كتير فنية ومكسبش بطولات السنة دي غير الكونفدرالية والجمهور حاتس بس كاسبان كاس وكاسبان سوبر وبيلعب دوري ابطال ونافس لغات السيمي فاينال وبيلعب معرفش ايه وبيعمل ايه وبيسو كانوا بجمهور حس انه فرقته مكتملة طب ما زمالك بقى مصطفى محمد بس كان عنده برشارقي وعنده زيزو وعنده شيكابالة في مجد وعنده وعنده من طريق حام دو كان فرجاني ساسي صح طب ماه معشور وطلام مع الاهلي ماشى عب منعم مثلا جمهور اهلي مهكش ليه عنده فرق بودة الفرق اتنين وثلاثة واللعيبة كتير والنجاح كبير والبطولات كتير وبيجيبوا صفقات تقيلة فالجمهور مش هايج انه مش عب منعم او مش قليو ديانج او مش عبدالقادر لسه ماشي في تغارت النهار ده راح قطر لكن افرد الاهلي من سنتين ايام صورش وام ماشي الاهلي عمنا في مجدو كان مسلا عمنا في مجدو عبدالقادر في مجدو وديانج في مجدو كان الجمهور كان الجمهور يعني غضب جدا فنفس الكلام افرد ان الزمالك قدر يعمل فرقة واستقرد وقدر يشتغل وقدر ينافس ويبقى كويس وبقت فين جمه موجودة وكلام ده حتى لو مش يزيزو بعد سنة او اتنين هيبقى الجمهور يعني متقبل ده لانه من ضمن برضه ان زيزو يمشي احلامه هو كلاعب مش قصة بس ابن الزمالك محتاجه او متمسك بيه او هم متمسك بالزمالك بس اكيد من ضمن احلامه ان يمشي يلعب سنتين تلاتة بره يعني لكن مش دلوقت ده مش التوقيت الصح بعد سنة بعد اتنين فلازم تبدله سنتين لانه اصل من اصول النادي ويساوي فلوس يساوي مئات الملايين وياخد المبلغ اللي يرضي يعني اللي يرضي حتى لو اعلى راتب في مصر وتحافظ عليه حتى يأتي الوقت ازا مالك استقرب الدار والظروف بقى التمام خلاص اهوم كامل بعد سنة بعد اتنين اهوم كامل ازا مالك بنى الفرقة وبينافس وجمهور ارتاح وجمهور حس فعلا ان فرقته جمدت وقويت بات منافس قوة على كل البطولات مع الاهلي وهي ده كورة المصرية كورة المصرية الطبيعية بتاعها ان الزا مالك يبقى منافس للاهلي مش برامس مع تقدير البرامس النارده كسبوا على فكرة 6-0 بطر زنجبار بان ولا حاجة كده كسبوا النارده في الدور التمهيدي بتاع افريقيا دور الابطال 6-0 وفرقة تقيلة وكل حاجة بس التاريخ والجماهرية والفخامة والعظمة ده زمالك والمنافسة والدنينة تتقلب والناس كلها تستنى والجمهور يتقلب والقهوة تتمالي والمستقم مين اللي هيكسب الكاس في الفاينال مين اللي هيكسب الدور في اخر 3-4 اسابية وحالة بتتبني في مصر في الوطن العربي كله كله لما يكون الزمالك منافس للاهل على البطولات او الاهل منافس للزمالك على البطولات لكن برامدز دينا بتتقلب بالاحداث اللي هو بعملها يعني مواقف وحواديث وقصص بنقعد في المشاكسات اللي بتتم مع كل التقدير لبرامدز كل الاندية اللي موجودة لكن العمودين الحقيين بكل صدق اهلي وزمالك الرياضة المصرية بشكل لعموالك الكورا المصرية بشكل خاص في مصر بافريقيا وطن العربي قاله زمالك رض觉得 من رض شاء من شاء ابد من ابد كل والكوراس الخائ那麼 الحقيق لو انت بتستمتع بالكورة والمنافسة في الكورة وهو زمالك ويا كل زمالك والكوراس والمنافس هل اهله على فكرة عموما لما الجمهور يحس بالمنافس دي ممكن لما زيزو يمشي خلاص هيجي بقى من شرقيه يجي فلان يجي اتنين لعيبة تقال الله اعلم هم مين بس عالشكلة دي يبقى عنده طرفين تقال عنده فرود جامد عنده لعيب جنب دونجة في نص الملعب تقيل ديفندر عنده سردباك جنب الوينش الميرجع ان شاء الله تقيل عنده باكرايت مع عمر جابر تقيل عنده باكلفة مع احمد فتوح تقيل عنده حارس مرمى قوي فالناس تقولك اه عندي فرقة واتنين وعندي بدائل وعندي لعيبة مشي مصطفى محمد ازاي ملك خد الدولة مشي فرجاني سياسي في شهر خمسة ازاي ملك في شهر تامانية كانوا عمد الدولة والله شهر سبعة مع كارتيرون صح ولا غلط كده يعني طبعا هرجع تاني للاهل وصفقاته ويداري كان فيه اجنية اسمها داري 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 ايه معرفش ايه يا ناري كان مني اللي بغني دي علاء عبدالخالي كان بتقول ايه لو نادي الله ارحمه اصلا انا من الجيل اللي اسمه علاء عبدالخالي الجيل ده يمكن شوية اه داري رموشك عني وداري داري 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 انا قد نغنى انا والناس وزا بدا بنرجع الدمال اللي احنا فيه اصرف داري بتاعنا عبدالخالي اصرف داري ابوه ابوه رشق في وكيله خد بالك ابوه وكيله يعني رشق في الموضوع وقالك انا اهلاوي هاشكلامه فيه تصريح لابوه بيقول انا اهلاوي هاتلي التصريح لابوه في انا اهلاوي اه بقولك عارض الاهلي اقوى من اسمانيول واندرلاخت والوداد وانا من مشجع النادي الاهلي رجل اهلاوي فاهمي والك انا اهلاوي يا عم انا بشجع الوداد في المغرب اه هو مغربي وكل حاجة بس انا اهلاوي يعني ما اعنى اعز يقول ايه انا عايز يبنيلعب في الاهلي هو ليه يقولك بن ربضان انا عايز يلعب في الاهلي واشرف داري عايز يلعب في الاهلي والاهلي مش ريال مدريد يعني يعني النبابيه يقول انا باحلم بريال مدريد ماشي ريال مدريد ده اهم واعظم نادي في الكون في تاريخ الكون وانا اقول بتعاملة الكورة دي لكن ليه الاهلي بهزي الصورة ليه لانه الاهلي له انجازات قرية غير مسبوقة في التاريخ في اخر سبعة تمان سنين مفيش نادي مستفز يوصل فينال سبع مرات من تمانية وارا بعد ايه ده ويكسب اربع من خمسة وارا بعد ايه ده ده ايه الرخامة دي يعني يعني عشرين ايه كسب دولة اتنين واراشرين خسر ايه كسب 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 ايه ك طبعا في الاسماء مش في الحياة يعني اسمه ايه بتاع سلامه عليكم اللي كان بيش راجع ناجيريا في مطش مصر وناجيريا مع احمد حلمي محمد شرف سلامه عليكم الله يرحمه محمد شرف كان ليه كده يقولك سلامه عليكم تقول برونزة على طول اول ما لقالي يروح تكسب اعملهم سلامه عليكم تعرف انه قال لها برونزة وراجح ده المنمم يعني ياخد البرونزة ويجي يعني احنا بلقالي ما يكسب البرونزة ما بنفرحش دلوقتي خلاص يعني هو عمل برونزة ماشي اوكا تخيل اولا ده الاهلي باكسب دور هبطلق في رقع عادي تاني يوم الناس تقولك الكاس يا اهلي كاس مصر فالاهلي خد سيط كبير على مستوى العالم وافراقيا فبقت اللعيبة دي كلها عارف الاهلي يعني اشرف دار دي ما هلعيب منتخب بالمغرب ولايب كاس عالم على فكرة اللي فاتت فهو حافظ النادي الاهلي وهو راجل من مشجال وداد ودادي يعني محمد علي من رمضان راجل ترجاوي ترجي يا دولة فراجل دايق من لهيب الاهلي قبل كده بره واثنين عمره ما كسب الاهلي محمد علي من رمضان لما وجه الاهلي مع الترجي ولا مرة كسب الاهلي فهو ما عارفين يعني اهلي فلما يقولك محمد علي من رمضان مصر ان يروح للاهلي دي مش مبالغة ليه؟ لانه عارف اللي اهلي فيه دلوقتي عالمصر الافريق فهو عادي يروح اعلى لفل في افريقيا ونفس الكلام بنسب الاشرف داري محمد علي من رمضان حتى الانف مفاوضات ربنا يا رب يا رب بازن الله يكرم امير توفيق وينفق في الصورة ويجيبه لا احسن انا بسمع عن محمد علي من رمضان الاهلي عايزه من وانا تقريبا في رب عبتدقي شوف كم سنة وانا في رب عبتدقي وداري دلوقتي الوقت يدخلنا في داري وبدأت الناس تقولك اصل الناس اصل الكولر عنده اه يعني اولويات فبقى فجأة الاولويات لداري مش لمن رمضان طبعا ده كلام يعني نت انترنت مش حاجة اسمها كده دائما تبقى فوضى يعني لو فجأة انت شغل علي من رمضان من رمضان فجأة يجيلك تليفون لا وقف يا ابنس احنا بقى فجأة احنا عايزين داري هو الاهم دلوقتي ده مش حاجة اسمها كده انت بتشغل علي داري عايز تيجيب وبتشغل علي من رمضان عايز تيجيب نص الملعب لانه هو الراجل بيملل ثلاث خطوط يعني هو فكرته ايه باتنين عطيها طالله وداري المساك مكان عبد المناء وعطيها طالله مكان معلول نص الملعب محمد علي بن رمضان يبقى قوة كبيرة جدا مكان اليو ديانج وفيرود جنبه وسام وجنبه كهرب فراجل بيملأ الثلاث خطوط بتوعه وعنده في عراس المرمى بدل الواحد خمسة دلوقتي فهو ده فكرة مرسيل كولر فلجنة التخطيط مع الادارة التعقدات في الاهلي مش سكتة والمفترض المفترض وفي تأخير في تأخير في تأخير في نهاية الصفقات في تأخير مليار في المائة ليه؟ لأن انا شخصيا شخصيا من الناس اللي جوا نادي الاهلي المعنيين بالقرارات وبالامر وبالاتصالات وبالتعقدات وبكل حاجة قالوا لي اسبوع من دلوقتي كل حاجة هتكون خلص ده هنعلن كل حاجة ده الكلام ده من عشر تيام ففي دي ليه؟ اه طبعا لكن المفاوضات على فكرة مش سهلة لأنه في عندية بتروح وتجزيل غد دلوقتي الاهلي لسه ما اعلنش ولا نيس عن صفقة احمد عبد المنعم حتى يزيل اللحظة طب قلوكوا حاجة خدي الخلود السعودي حتى يزيل اللحظة والاهلي معلنش عن صفقة إليو ديانك حتى يزيل اللحظة فالمفاوضات مبقيتش زي يعني في حاجات كتير بتروح وتجي وفي عندية كتير بتشوف اصلا انت لقيت قوي وفي نهاية يدخل لك نهاية دي ونهاية تاني يقش يزايد عليكم حواديت كتير جدا حمرتا الاهلي فكرة يعني تجهيز صفوف ولقي هاصبان كل حاجة خد بقىك الاهلي بيابني وهائد كثبان كل حاجة مش مسهلا عنده مشاكل فالجمهور هايج عشان خسران كل حاجة لا ده كثبان كل حاجة لكن عنده كاس عالة من الاندية وعنده تارجة اعلى هو خلاص يا هلاهلي ما يكسب الدوري هيبقى عامل انجاز ما هو كاذبان الدوري بقى له سنتين طب لو ك怎么 بالكاسامق عامل انجاز ما هو كاذبان الكاذبان طب لو كسب دورة بطالة الافريقية انجاز بوها كاس زمانها اخر سنتين لكن الانجاز ايه ان انا اكسب دور السوبر الافريقي لا دور الافريقي باكسبهاش الالي خسارة السالفات وان انا اكسب او اروح احقق ناتيك قوية في كاس العالم للان ديه بشكلها الجديد 32 نادي معايا نجم النادي الالي منتخب مصر ومدربناك كبير ومحللناك كبير كابتل رمضان السيد مساء الفل يا كابتل رمضان مساء الفل يا سيد محمد من الجيل بتاع داري رموشك عني وداري بتاع تعلام عبدالخالي على عبدالخالي طبعا الله يرحمه الله يرحمه اصلا انا غنيتها دلوقتي اه طبعا طبعا بمناسبة اشرف داري اه في اشرف داري الوقت الجمهور بقولك فين داري داري رموشك عني وداري ايا بس المشكلة دلوقتي ان محدش كان بيعرف عن صفاقات الاالي الا لما تخلص ما في مستجد بقى برا اه اه المستجد بقى الميديا اللي برا يعني بقى انت تعرف من فرنسا عن موضوع اشرف داري من حاجات بتطلع من استاد برئيسة النادي بتاعه بالزبط او من نادي المجري بتاع بن رمضان وهكذا بس ده مشكلة خلي بالك لانك انت اقول ما تتعرف حاجة بتلاقي فيها ان ديها بتغش في الصفاقات بحلها ايه انت رمضان تخش بص ازا بيقولوا كده تخلص اه ايه الحل كده يعني الصفكة متاخدش وقت يعني بالرمضان لما بتيجي تسمع التفاصيل من المعنيين يعني جوه النادي يقول لهم ده احنا بقى انا شهرين بنتفوض نوع حد يشعرف حاجة طب بقى لك شهرين ما خلصتش ليه طب ما صح ده قصدي يعني صح او لا غلط صح طبعا لان اول ما هيطلع كابتن هيطلع لك اندية تانية تقيلة برضو عارف ان انت بتجيب لعيبة كويسة يخش يزايد عليك او يخش عايز الصفقة بتاعتك عادي الفشكلة دلوقتي في موضوع الصفقات عشان تتحسن بادري اللانديه السعودية الحقيقة لان بيقولوا ارقام ارقام يعني مش موجودة في مصر خالص هو حقه يا كابتن ما انت بتخلص بسرعة طبعا حقه لكن انت لما تخش بصفترس محمد انجز 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 صح يعني انا عندي بلان 1-2-3 ان الراجل محدد الباكليفت او المسلا المهاجم او السردباك فلان واحد فلان اتنين فلان ثلاث انجز على طولها كابتن واحد خلص خلص ما خلص اخش على اتنين والراجل معايا تيك تيك هو الراجل نفسه كابتن مستر كورا لو تفتكر اشتاكى في الموضوع بالزبط لالعجلة جريت شوية بعد ما اشتاكى بالزبط بالزبط لان اكيد اكيد شكوته نتيجة ايه بقاله شهر ونص بسمع او شهرين غير نحنا يعني احنا مكناش نعرف لكن شكوته بتاعني ان بقوله شهرين عمال يسمع ومش شايف نتائج انت لسه لسه كنت تتكلم دوقتي في حاجة حاجة مهمة جدا ان نجوم كبار جدا في الوطن العربي وممكن كمان ممكن تجيب من اوروبا اسم النادي الاهلي بقى كبير اوي طبعا يا كبير فنجوم كبار عاوزين هم اللي عاوزين ييجوا حتى فيه نجوم بيضحوا بالنواح المالية ويقولك لها انا عاوز يروح هلعب في النادي الاهلي صح لان هو عارف ان هو هيجي النادي الاهلي هيلعب اه هيلعب افريقيا وياخد افريقيا ويلعب كاس علم للاندية ويلعب السوبر صفوصا بالافرقى او العرب او الاصولهم عربية اه صح بقى بيرسي تاوي جايلك من الدور الانجليزي مسلا بالزبط وسامة بوعالي جايلك من الدور السويدي بالزبط اه طبعا انت انت خلاص بقيت النادي الاهلي النجوم كبار جدا انا عاوزين يجو العب في النادي الاهلي مظبوط بس الاهلي بيعمل لك انا مشعور يعني رغم انه فايز من كل حاجة خد بالك الاهلي بيبني يا كابتن رمضان هو كذبان كل حاجة اه طبعا طبعا وفادي برد بيخلي بالك بيكتيدة خلي بالك اه النادي الاهلي في فترات لما كان بياخد كل البطولات او كده خلاص هو بيعتمد عن اللي عنده ما كانش جدد بيعمل مسلا صفقة كل الحاجة بيفكر زي اولي الات بيفكر يقولك انا خدت افريكيا وخدت دوري وخدت كاس انا عاوز اعمل اه نتيجة في كاس عالم الاندية ده لان الطبيعي ان احنا خدنا تالت قبل كده خدنا البرونزية الطبيعي بقى ان احنا نطلع شوية يعني نروح نلعب بقى نهائي حتى لو خدنا تاني يبقى احنا حقا ننجاز ما بيهزرش دلوقتي كولر يعني هو كولر بينقل بص يا كابت هقولك على حاجة وده شيء يحترم في الراجل طبعا يعني فيه ناس بتشوف الراجل بدأ يخش في مرحلة انه اصبح المتحكم الاول والاخير وده الطبيعي مش هو المدير الفني طبعا وكسبان كل حاجة من حقه يعني يعني كنت بقول من شوية لو انا كابتن محمود ما كان كابتن محمود الخطيب وحتى لو ما فيش وفاق بين الكابتن محسن صالح وكولر طب مين يمشي اكيد كابتن محسن مش كابتن محسن هو بصة اقولك حاجة يا باسم محمد اه اه موضوع الكابتن محسن صالح موضوع خالد بيبو اه اه مش عارف المترجم كل الحاجات دي لو في اي نادي تاني كان فيه مشكلة كبيرة جدا 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 لكن انت النهاردة الكابتن محسن صالح لما شاف ان فيه الراجل اه مش موتا معا مش توافق ما بينه ما بينه قالك لا استخلف او مزبوط يعني هو اللي اعتذر مزبوط اخذ بالك اه موضوع خالد خالد بيبو بقيل بساطة اه يعني خالد بيبو الحقيقة انا في رأيي ان هو يعني ما عملش مشاكل خالص ده اول مرة يا كابتن اشوفها في الاهل ان واحد ينجح نجاح بقى رسانة ويمشي اه اه الاه المؤتد انه بيحافظ على الناس الليين طالما النجاح مستمر لكن بها رغبة الموديل الفني ومن حقه يا كابتن خلاص بالزبط طبعا انا اللي انا بشتغل الجهازي اللي معايا كله انا موفى عليه طبعا بس انا عايز قولك على حاجة برضو فنية وسيادتك يعني السيد المحالين الفنيين انه يعني ميستر كولر ليه طلبات تانية احنا بنكلم على الاهل بتاع احمال جديد مخطط احمال جديد عايز اه واحد بيسموها ايه اللي بيقطع ده المحل الاداء محل الاداء جديد عايز يا كابتن مساعد مدرب معاه لكرات السبت يجيبه من بره يعني الناس مش عارفة الحاجات دي لسه بس خلي بالك كل الحاجات دي مطلوبة انا بولك احنا هو بينقل من فريق يا كابتن احنا السنة اللي فاتت لما جام عادنا للتاريقة جام مدرب اسمه برينجر تقريبا اسمه يا شباب يقولولي يمفكرون جابوا يا كابتن لو تفتكر السنة اللي فاتت احنا عادنا للتاريقة في الميديا قالك اصله ده جاي يجهز اللعيبة اللي ما بتلعبش او راجع من الاصابات شغلته كده الاجهزة بره يا رسيس محمد الاجهزة بره في اوروبا كل الحاجات دي موجودة ده 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 كلوب كان جايب في ليفربول جايب واحد للدروات التماس مزبوط 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 ومدرب المهاجمين مخصوص جمل والحاجات دي كلها يعني لا كل حاجة موجودة دي في بره دلوقتي انت النهاردة لما تيجي تتابع الاهل السنة ده كابتن انه احنا فوجئنا مثلا هديك امثلة عشان الناس تعرف هل الراجل اللي جابه في بداية الموسم السنة اللي فاتت الموسم اللي فاته احنا عادنا للتاريقة يعني انا واحد من الناس اللي عادتها التاريقة عادها هو العظر يا خطاب الزار يعني الجاهزية اللعيبة اللي هي غايبة او راجع من الاصابات او ما بتلعبش عن الراجل ما بيلعبهمش وبعد على القايمة بتاعته مثلا فتيجي النهاردة تشوف مثلا اول مادة الخدع عبد الفتاح فجأة بعد غياب يا كابتن لو تفتجر لانه في التوب فورم خدع فتاح مع استغربنا لو تفتجر قلنا الله ده خدع فتاح عامل ماتشاط كويسة جدا كريم فؤال بعيد فجأة نزل جاهز انت حتى اللعيبة اللي هي بتغيب على المباريات اللي هي بتبقى بره المباريات الرسمية لما بيتيجي بعد خمس مباريات او ست مباريات جاهز بحد بتلاقيه فت بشكل كبير جدا ده بقى برينجر اللي هو المساعد اللي جايبه بالزبط بالزبط ده ارجنتيني خد بالك ده ارجنتيني جايبه مخصوص لللي ساتك بتقوله ده بالزبط بالزبط فنتيجه الناس مش متابعة يعني الناس مش شايفة مش واخدة بالها هو هو ليه في الاهل اللعيب المتخصصين اللي ازاي كبت ان ياخدوا باله لكن الناس مش واخدة بالها لأن العامل ده اللي هو طلبه السادة اللي فاته سناني بقى طالب السنة دي اليومين دول طالب مدرب للكرات الفابتة بالزبط ومن حقه وشايف ان هي لها تأثير مهم جدا 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 لنادي الاهل السنة الجاية في الانتصارات القادمة ده خلي بالك رغم ان ما فيش مدرد الكرات السابتة في النادي الاهلي اللي هو طلبه ان هو يجي لكن النادي الاهلي الموسم اللي فات مميز جدا الدربات السابتة كانت مميزة جدا 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 واعرز اهداف كتير جدا من دربات السابتة مظبوط فما بقى لك بقى لما بيجي متخصص مظبوط يعني انا قصد ايه يعني دي دماغ كولر عشان الناس تبعادها بالزبط بالزبط اه اللي هو النقلة الفنين اللي عايز يعملها دي وبعدين انت احنا بالعكس يعني وكلر بيفكر كده ده احنا لازم نشكره لانك انت بتفكر بقى في حاجات يعني توديك اللي انت عايزه الاهداف اللي انت عايزها تروح كاس عالم الاندية تلاقي نفسك موجود بشكل قوي تروح مسلا صبر افريكي تلاقي مسلا بتاخده بسهولة كل الحاجات ده هتسهل لما بتعمل صفقات اربع صفقات تقال ولا خمس صفقات تقال ما هدي برضك هتساعدك ان انت تبقى الموسم اللي جاي بتحقق كل اهدافك خد بالك يا كابتن رمضان ان الاهل المراية اللي جاي بتاعت وكاس العالم الاندية زبهرك بتقول يعني اهم مراية الاندية العالم الفين خمسة وعشرين لانها خد بالك هتحولت بطولة كل اربع سنين مش كل سنة بزبط ده بيتعمل زي كاس عالم بزبط طبعا فالانتباع للعالم هياخده عليك ممتد اربع سنين خلاص يعني انت لو تقلقت وعملت ناتيق زي المغرب بما وصلت في كاس عام اللي فات او السعودية كذبة ارجنتين ما عرفش تونس عملت طبعا طبعا انتباع مستمر لغاية بقى لا ده انت كمان في حاجة محمد ده حاجة مهمة جدا في كاس عالم الاندية الارقام اللي الاندية الخمسة وعشرين هياخدوها ارقام فلاكية ده بقولك قال لي واحد تسعة مليون استرليني اه ارقام فلاكية قال لي واحد ما عند الامريطان بخلة ما عرفش ايه الحكاية طبعا الفيفا اللي هيدفع الفيفا اللي هيدفع اه 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 يعني انت كل كل الحاجات اللي طالبها اه كولر الحقيقة لا كلها كلها وهتتوفر لك لان انت بقى عندك انت لسه من مليمت اه شفوعين تلاتة واخد تلاتة مليون ونص قريبا من اه من دارة افراقي اه 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 فلاك ما هو انت انت بتجيب الحاجات دي والحاجات دي بيتعملك الارقام واه طبعا الفلوس دي اللي بتخليك مساعدك ان انت تتجيب لعيبة وتجيب باتصفقات كتبك تسعة مليون استرليني ده المشاركة الكلام كده بتحددش ده بالزبط اه بالزبط اه ده ممكن يزيد عن كده ممكن انت توصل مبالك انت بقى لو خطيت ادوار ده بيقولك يا كابت انت توصل لحاجة واربعين مليون البطل بالزبط بالزبط فارقام ضخمة جدا لان هي بقت كل اربع سنين واثنين وتلاتين نادي وحيبقى بس فضاء كبير وهي بودتها بقت شهر كامل في امريكا يعني كل سنة هتتعامل في نفس المكان اللي هتلاقي فيه كاس العالم للكبار يعني خمسة وعشرين اه سنة التسعة وعشرين هتلاقي مثلا في البرتغال واسبانيا والمغرب تلاتة وثلاثين هتلاقي في السعودية وهكذا يعني اللي هتتصغيف كاس عنه الكبار فبقى لها مكان ضخمة طبعا طبعا فعشان كده هتلاقي باندية اوروبية كمان واندية كبيرة يا كابتل مصر لو جرجا فتحت وانت معي كده بعد اذنك هقولك الاندية اللي تأهلت لكاس العالم دي اه اه هقولها لك هو اسمال اللي تأهلت كلها وغد الوقت هتلاقي يا كابتل من اقول ريال مدريد بقى وانت طالع ها برضو المهمة المهمة برضو كولر شغال اه على 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 اه على فايل تقيل مش سهل اه طبعا طبعا ده انت عندك دلوقت ريال مدريد يعني مفيش جوالة نادي فاوروبا هيقدر هيقدر نفسه بالبنبابي بالمجموعة اللي جات ديت لا بقى بقى كاوي جدا 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 كيم رهيب كيم رهيب يعني اقدر انا هقولك يا كابتل اهو الناس اللي تأهلت اللي كاسا اولا بيقولك بيشارك في البطولة اتنين وثلاثين فريق اه اه من القارات كلها وطبعا بيختاروا الابطال يا كابتل بتوع دوريات القارات اللي هي بطولة الدورة الرئاسية اللي هو وطن الابطال الدوري فكل القارات اخر اربعة سنين بالضبط فمش اي حد يشارك يعني من اوروبا شوف بقى من اوروبا اتناشر نادي اربعة ابطال واربعة حسب التصنيف المتقدم يعني لو انت امرأ واحد في التصنيف بس مش من الاربعة ابطال اخر اربعة سنين تتاخد يعني التصنيف المتقدم فاسماء كابتل نفس الكلام في اسيا اربع عندية افريقيا اربع عندية امريكا الجنوبية ستة الاتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكريبي اربعة الاوكيانوسيا نادي واحد والبلد المستضيف اللي هو امريكا ليها اه نادي حلو كده بص بلد اهل غاد دلوقت يا كابتل بس من غير ما تتخضوا النبي اه يعني انا مش عايز اقول قدام كولر برضو لاحسن هيقول الاهلي هات ايه هيقول الاهلي هات فودن ايوه ايوه بص بقى كابت منشستر سيتي ريال مادريد تشيلسي باير ميونيخ باريس سان جيرمان انتر ميلان بورتو بنفيكا اليوفنتس قتلتكو مادريد بوريسيا دورتمونت ريت بولت سالس بيرجن نمسيوي ادي اوروبا باقي مين ما عرفش مش باقي غير برشلون بص بقى في اسيا اوراوى الياباني اللي هو وصل اللي مع الاهلي السنة اللي فاتت لعب على البرونز مع الهاي الهلال السعودي اللي هو بطل اسيا واحد وعشرين طبعا اللعين الاماراتي اللي هو بطل اسيا بطل اسيا اه اخر سنة ونادي اولسن هايونداي اليابان الكوري اسف لسه في بطل لبرتادوري سيستان دي ما تحددش لكن عندك في لومنينسي اللي لقب على الاقل السيمة فينال كيس بو كاس عامل اللي فات وعنده فلمينجو بتاع البرازيل وبالمراز بتاع البرازيل وريفر بليد بتاع الارجنتين ولسه في ناديين في امريكا ما تحددوش عندك في افريقيا بقى الوداد والاهلي طبعا والتراجي وسانداونز قد الاربع بتاع افريقيا الكونكاكاف عندك الليون المكسيكي وعندك سياتل ساوندرز الامريكي وعندك مونتيري المكسيكي واوكلاندي سيتي طبعا بيشارك في كل بطلات ما فيش غيره غيره وعندك لسه برضو اتنين في الكونكاكاف ما تحددش والبطل بتاع امريكا لسه ما تحددش شفت يا كابتل الامدي عامل ازاي ده انت عارف كده كولر ممكن يطلب مين ممكن يطلب بنيسيوس ممكن يطلب اردريجز ممكن يطلب محمد صلاح اوه طبعا يامل ايه طب انت صح اطروح اضروح ازاي اصلايا لو تقسم كم مجموعة كم مجموعة تمن مجموعات ودول الامديها كابتل من اوروبا بس اتناشر يعني انت حايل بيسمعك في مجموعة انت كنادي اوروبا طبعا 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 من هو ممكن يبقى اتنين لان هما اتناشر من هما بقى انت ورزك يا ببخيت انت ورزك بقى تلاقي معاك بقى تشيلسي تلاقي معاك ريا المدليد تلاقي معاك بقى فهو الراجل فعلا لما تيجي تشوف بأمانة الله يتبقى قد القصة او على الاقل يعني ليك شكل في المشاركة احنا اكيد اندية كلها ضخمة جدا طبعا طبعا بس تبقى ده خلي بالك خلي بالك اسم محمد احنا كنا بنتكلم في المسابقة اللي فاتت ان احنا مسلا ناخد البرونزية ده انت لو خدت المركز الثامن في دولة تبقى حاجة جملة جدا تامن ايه انت زي اوصل بس دولة 16 انا بقولك اه 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 الامور هتبقى صعبة جدا جدا طبعا طبعا ففعلا الاقل داخل مهمة مش سهلة يعني هو مش بيلم بس عشان دوري او عشان افراقي هو البلان بتاعته في نهاية السيزم الجايكة سعمل اندي عشان كده الناس تازم تفهم هو ليه كولر مصر ومكشم وقافل وقائد ان هو وقافل وشه اه طبعا ان هو يطلب نجوم او يطلب يدعم الجهاز المعاون بتاعه باي عدد الحقيقة لا ده مطلوب طبعا طبعا عشان تبقى فهمة ديكت نقطة بس الناس برضو محتاجة توضح القصة دي بالزبط انما قبل ما نختم لك اي تعليق عن ماتش مبارها لقالي خسر من مودرن سبورت اتنين واحد بالمعظم من ناشئين مبارا لا انا انا فراقي دي مباراة دي خالص يعني يعني النادي دي بيلعب بثلاثة بس اذا كان اه اه كهرباء او اذا كان يعني تاتا لعبية من الكبار اه عمر كمال والبقى كله طبعا يعني طبعا خبرات قليلة وفي لعبية فيهم كويسة يعني اه لكن خبرات طبعا قليلة جدا وبعدين طلعت يوسف لما اتاخر بهدف اه نزل حوالي الخمسة الاسعين والخمسة الاسعين نزلوا في توقيت كان اللعبية بدل السغيرة تعبت فبالتالي ده عادي خالص النادي الاهلي يخسر انبارها عادي خالص خالص يعني عادي مفيش مشكلة يعني لا مفيش مشكلة خالص يا جماعة احنا احنا ايه عاوزين ايه يعني ده انت واخد الدوري وعمل واحد وعشرين فوز متتالي ده ده حكاية كابتن رمضان السيد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ربنا ربنا خليك اسمحا انا بشكرا شكرا جزيلا انا عايز اروح لحاجة بس اه سريعا كان في انتخابات ما شاف يا شباب عندكم بتاعة الكونجرس بتاعة اتحاد الطائرة دي ولا لا انا هبعتلكو اهو بسرعة اهو اهو جاتلكو يا شباب لانه الانتخابات دي شارك فيها رئيس اتحاد الطائرة اسمه ايه السيد ياسر امر الدولة مش ده رئيس اتحاد الطائرة الانتخابات دي على فكرة اتعملت مؤخرا ويه شاركنا فيها ما عرفش ازاي وامتى يعني الكونجرس الكونجرس طلعوا لي طلعوا لي كده الصورة بتاعة الكونجرس يعني جماعة انا مش شايف الكلام قول لي كده يا جماعة حد يقول لي هي من امتى بص الانتخابات دي في مراكش في المغرب ده الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بيختاروا كم عضوا في الكونجرس بيختاروا المكتب التنفيذي يعني كم واحد بقى تاريبا ستة ستة من الدول المختلفة يعني او سبعة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة مصبوط سبعة من الدول المختلفة مشارك فيها ياسر امر الدولة اللي هو رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة انا بس عندي سؤال لانه خسارته كانت فادحة ورى كده يا جماعة هما كان بيكتبوا بالايد حتى اهو هما بيشوفوا الاصوات اهو اهو امر الدولة ده رقم اربعة اهو اهو ايجبت اهو واللي فوق ايجبت المكتوب ايه حمده تبع ايه واحد وعشرين صوت اهو ياسر امر الدولة واحد وعشرين صوت اهو اهو ياسر امر الدولة واحد وعشرين صوت يعني ترتيبه كام الاخير قبل الاخير يعني هو تحتيه بس اتنين واحد اتناشر صوت واحد خمستاشر صوت الباقي كله فوقي يعني فيه او من فوق كان تلاتة وتلاتين ستة وتلاتين اربعين سبعة وعشرين تلاتة وتلاتين واحد اربعين تلاتين اربع وثلاتين كله دول فوقيه ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 11 نزله هو طالع التاسع هو طالع التاسع التاسع اهو دي الورقة اللي كانوا بيلقيت حد حتى هم على الصفحة الرسمية بتاعتهم هتقع تاني كده حطين الورقة دي مع النتائج اللي طالعت وقالك فلان 41 سقوط دي الكونجرس السبع اللي اختروهم وفلان 40 سقوط وفلان خالد حمد ده سوداني سوداني احنا جايبين كام صوت امر الدولة والكلام ده بقول للساد وادير الشباب والموان زياسة الادريس الرئيس لاجنة الولومبية بما انه طلع بيان النهاردة الفي محدش اتكلم في الميديا مش بس هالي اجوز وارني كده تاني الورقة دي بتاعت ال 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 الاصوات هالي اجوز ان يبقى رئيس الاتحاد مصري للكرة التارية على فكرة كان رئيس الاتحاد ده دكتور عمراء الواني وكدكتور عمراء الواني كان تاريخ عظيم في كرة التارية المصرية والافريقية والدولية فهالي اجوز انه اي حد يروح كده ينزل انتخابات خارجية فياخد واحد وعشرين صوت يعني شقيقنا واخونا بتاع السودان حمد واخد اربعين صوت ضعف امر الدول ضعفه ضعف ياسر امر الدول طب انا النهاردة بل منزل انتخابات قرية وانت تمثل مصر انت تمثلش ياسر امر الدول انت نازل بصفتك رئيس الاتحاد المصر كرة الطائرة يعني لو انت مش موجود رئيس الاتحاد مش هتنزل لا يجوز ليك انك تاخد هذه الانتخابات فانت هتاخدها بصفتك بصفتك رئيس الاتحاد المصر كرة الطائرة انما في اطار الدهولة الرياضية اللي عندنا الفترة الاخيرة هي يجوز اي حد بابل اي حاجة هل يجوز يا جماعة قبل ما تنزل الانتخابات انت بتشتاستبين وتشوف الخريطة وتشوف الدنيا وظروفك ايه عندك فرصة ممكن بتخسر وكل حاجة بس يبقى يعني هتلي كده تاني اخر واحد في الكسبارين جايب كم في الصفحة الرسمية بتاعتهم اخر واحد جايب تلاتين انت واحد وعشرين يعني تحتيب تسع اصوات ايه ده ولا حد كتب انا انا بحاول اخش اشوف حد ناشر حاجة اهو بدخل على جوجل بسرش والشباب شغال فانا بقى اقول يعني الشباب عندي بشتغلني فعمل اسرش ولا يا باشا ولا حاجة مش موجود اي حاجة عن ياسر امر الدولة انتخابات بالنسبة لنا سرية ان ما كانش هو هيبعت البيان احنا مش هننشر اهو 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 يعني جوجل طلعلي ده وبعدين هو مش لقى بمصر هو جنسية مصرية وسهو يعني معا جنسية قطرية وراجل يعني ما ولود في قطر عايش في قطر وتلعوا لها جماعة الخوار بتاعها برضو احمد ياسن محمد عشان قطر هو اولا هذا موقف ممكن يحصل ايه انسان في العالم يعني ممكن يبقى امريكي فرنساوي انجليزي عربي مصري سعودي امراطي قطري ده تصرف فردي يعني مالوش علاقة بجنسيته ولا بدولته يعني ده تصرف فردي يعني في الاخر يعني لكن لكن اه في نفس الوقت اهو هبعطلوك اهو لعب مصري لكن في نفس الوقت اه اه هو مش لعب مصري هو لعب قطري لتضخيك المعلومة هو جنسية مصرية قطرية يعني اصوله مصرية لكنه الان جنسيته قطرية ومحتفظ بالمصرية برضو لان الجنسية المصرية من الجائزة انت تاخد معا جنسية عربية فما فيش مشكلة لكنه هو الان جنسيته قطر هو لعب قطري ولعب منتخب قطر يعني يعني هو تصرف فردي في الاخر اهو ده وانا بقلب على عمر الدولة تلقى لي ده ده بتاريخ النهاردة هو لعب مصري شهير خلف القطبان بتهمة التعدي على فتاة في قطر طبعا احنا اتكلمنا من كم يوم الجنية بتهمة التعدي على فتاة في دولة قطر وهم كانوا طلبوا اه ترحيله وتم القبض عليه في شرم الشيخ وتحول هنا للمحاكمة ما عارفش هيترحل ولا مش هيترحل انما هنشوف يا انما اصد في الاخر وقاب الراجل مصري وكل حاجة لكن لكنه بيمتلك جنسية قطرية واللعب حتى في منتخب قطر طيب انما امر الدولة خد راحتك مونس ياسر ادريس يمكن ما قلناش على الانتخابات دي عشان ياسر ادريس قال ما حدش تكلم في الميديا اهو اهو فيه فيه بيان بتاع ياسر ادريس قالك ما حدش تكلم في الميديا معشان كده امر الدولة ما تكلمش في الميدي ممكن نعذره بقى اهو بيان صحفي توحية اللجنة الولمبية المصرية عنية الكافة انها بصدد تسليم الجاة المعنية كافة التقارير الفنية والادارية والمالية للسنوات الثلاثة السابقة لذلك تم تخصيص كذا كذا وتهيبו اللجنة الولمبية المصرية تهيب اللجنة الولمبية المصرية بالاتحادات الرياضية عدم الرد او النشر او الانسياق وراء ما يثار على السوشيال meDIA مش خلاص ما اني احنا بالسوشيال meDIA وانا اللجنة الولمبية المصرية المنط بها الرد على الاية الاستفسارات طب احنا عايزين اللجنة الولمبية ترد هل يجوز النهاردة الما اي حد يروح يشارك في انتخابات قرية وهم عندوش فرصة وفرصوتهم معدومة معدومة يعني الاول وقت كام هاتلي يا من الصفحة تاني الاول وقت حاجة 40 صوت ولا 40 صوت وانت بعد و20 ده انت النص انت النص اهو 40 صوت اعلى واحد الصفحة بتاعتهم فين الرسمية اعلى واحد 40 دو انا باعت تالي صديق لاي مهتم بالحاجات دي فانا كنتش بصدق يعني اقولت با اقول صديقي اللي باعت لي قلت الله يعني هو عارف الحاجات دي و احنا مش عارفنا طب امتى حصل ده فدخلت ادور قالت اللي صفحة رسمية فعلا قال له قلت معقول معقول الكلام ده اه والله قبل باطلع الفاصل ده انا عندي يا حمدى بتقرير مهم جد حاجة بقى عظمة بس الاول الاول اه الاول عايز اقول لكم خبر مهم ادي صورة طلعوا لي الصورة دي وفد نادي الزمالك المتواجد مع اسرة المرحوم الراحل عميل الشرطة طلعوا الصورة كده يا شباب اه النهاردة طبعا في عدد منه جمه الكورة مع مسؤولين من الادارة عشان خاطر يعني يقدموا واجب العزاء على ان ايضا يتم التصالح مع احمد فتوح مع اسرة المرحوم الراحل احمد الشبكي بالفعل في حضور اللجنة من الشؤون القانونية بالنادي والمحامين بتوع فتوح مع المحامي المرحوم احمد الشبكي اللي هو في القضية يعني ام اسرته ادي الصورة اهيه تم التصالح بالفعل بين اهل امين الشرطة الراحل المرحوم وبين اللاعب احمد فتوح تم التصالح منذ قليل وهيتم الاعلان عنه وكمان البكرة في المحكمة في الجلسة الاولى لأحمد فتوح سيقدم محامي المجنة عليه الراحل المرحوم احمد الشبكي عائلته يعني ما يفيد التنازل الرسمي عن هذه القضايا بالنسبة لهم والاعلان عن اجراءات التصالح في كل الاحوال اي صلح خير يعني يعني اولا لازم نواجه الشكر للأسرة المكلومة عائلة احمد الشبكي المرحوم الراحل احمد الشبكي الله يرحمه يحسن الي يا رب وهذا موقف يعني محترم وانا كنت باشوف ان التصالح ده بعيد عن افاته في القضايا من عدمه يعني يعني انا كنت باشوف التصالح ده لازم يتم من بدر كمي يوم عشان ما يبانش كأنه تصالح للقضايا وانا كنت بقول دايما ان الزمالك يجب عليه ان يفطن لدي ان الزمالك قلتلكم مؤسسة مجتمعية اجتماعية مهمة نعم تم التصالح خلاص الحمد لله وبكرة المحامي بتاع الأسرة المرحوم هيعلن ده رسميا في المحكمة انه تم التصالح والموضوع خلاص بالنسبة لل التقاضي بينهم انتهى ويواجه بقى فتوح القصة التانية يعني التعاطي او انصير بسرعة عالية او كل الكلام ده انا بتصور انه عدلة المحكمة في الموضوع ده حت يعني حتستمر فيه لكن وفتوح خارج الحبس او يعني او ما يبقاش مقيد يعني الحرية انما الوقت بقلوكم خبره تم التصالح بين احمد بين احمد فتوح والناس المحامين اللي معاه والوفد اللي موجود في نادي الزمالك من نادي الزمالك النهاردة في اسكندرية وبين اسرة المرحوم الراحل احمد الشبكي وهيتم تقديم غدا في اول جلسة التنازل عن القضية واجراءات التصالح للسيد القاضي بصوا خالد الجوادي عامل مترجم الاهلي عامل حاجة ضخمة جدا يعني عامل بوست كبير جدا كبير قوي هو هقولوك اول سطرين واخر سطرين فيه يعني اتكلم يعني كل رحلة لابد لها من نهاية خالد الجوادي مترجم كل ارقل اللي وجه لي الشكر النهاردة من ادارة النادي الآية او قبول اعتذاره يعني عن عدم الاستبرار كل رحلة لابد لها من نهاية ولكن الحمد لله رزقان الله رحلة رائعة ونهاية لم اكن احلى بقى الحمد لله وقالت سنتين كانت حلمي جميل اشهد الله انني لم اداخل جهدا اشكر الجميل اشكر قدارة النادي وكلام كتير وارقام قياسية وبطولاته وخير ختام وشكر خاص لكل ما لكل الناس ويعني الحقيقة يعني واتكلم ان فيه ناس خادت في زمته ما انا مش حد اخاد في زمته طبعا لا ده كلام ما يصحش وقام نشر اكذيب او الابطيل وكل الكلام ده انهو يعني خاصبهم قدام رباله سبحانه وتعالى يوم الايامة وختم قال يعني في النهاية كل الشكر كل ما ادعمني بكلمة او برسالة واجه شكر كبير جدا للنادي الاهلي على الفترة اللي اشتغالها معايا وقال ان علاقت بالاهلي علاقة ابداية لكن اليوم هرجع تاني مشجع فيه المدرجات وداعم وافرح بقى انتصار لنادينا الحبيب ان شاء الله وقال يعني الحمد لله يا الله حمدا كثيرا طيبا وبركا فيه الحمد لله اكرم تاني ورضي تاني اكتر مما كنت احلم وكتبت لي نهاية راقية عظيمة والحمد لله واسف للإطار لا يا عم خالد ان لو كنت يا دكتور خالد قلت البص دا كله في اللي كنت عايز الروبع ساعة كمان لكن انا اددتكو يعني الراجل عايز يختم بشكل يعني لايقو يليقو بالنادي الاهلي انا بقى صلاح جاب جو ماشي وامش شادل البتاع وامعامل كده يا النهار يا السوداء اهو المو ونزلها عالسوشيال ميديا قامت الدينة ومعالج والسوشيال اتقلب قاد الجول اهو بصوا صلاح بص 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 اهو عملها مرتين بص بص اهو طبعا صلاح كده بالماتش عامل جون وجاب جول عامل جول جوتة وجاب جول اسست وجول مبهر صلاح ودي طبعا تسع مرة عالتوالح في الفتتاح يجيب الجول او يسمع واصل ارقام قياسية والمساهمة رقم تلتمية من تلتمية وخمسين مباراة او جاب 222 جول او اولا 222 جول يا حاجات يعني خرافية ما تيجي تشوف صلاح النهاردة بعد الماتش ده عمل ايه والناحية التانية كان بلعب سام مرسي نجمنا برضو ما ننساش برضو لكن نجم الشباك صلاح عمل دي الحركة دي ايه ايه الدنيا قامت وقالك ده بقى ايه شعر الزمالك وصلاح الزمالكاوي بيحتفل والزمالك تعالوا نشوف وده خشة المشغبات والمناكشات بين الزمالكاوية اللي بيحتفلوا جدا بصلاح وبين الالواء اللي بيتجننوا اللي قال لك لا يعني هو النبي بيحتفل بين زمالك ليه المناسبة اللي قال لك اصلاح احمد الجندي ده بيحتفل بالمزيلة احمد الجندي ده ما عندوش خصوصا يا الخماسي بقى خصوصا فقى ارماية بالليزر مش كده بقاش خصوصا انما الناس عدت جن اللي قالك اصله هو بيعمل حق تاعة الفراعنة واللي جاملك صور للعيبة عامل الدابل كده حاورها لكم باسستاننا خلينا نشوف الاسماء يعني فيديو يخطف والله ابو تاميم الشيخ ده بتفرج وقت كيف بتكيف يعني قالك فيديو يخطف والله محمد صلاح والزمالك صلاح يحتفل بشعار الزمالك دي صارة عبدالباقي غيره الزمالك فوريفر بيقولك صباح الجمال والدلال على اجمل مصريين اخت فخر العرب الفرعون الملكي القسطورة محمد صلاح عرباب اللي احتفل فاول مبارا في الدولة الانجليزة بشعار الزمالك غيره هاني محسن ايه يا البطولة والمكاسب اللي ممكن طبعا ده بنفسا على الزمالك على طول اللي ممكن يجنيها الزمالك من احتفال صلاح يعني يعني كده غالبية الشعب المصر هتبطل تشاجع الاهلي مثلا خلاص يا عم هاني وايه المشكلة يا هاني يا محسن عادي فوتها يعني مثلا عمر الساعي حيفضل الزمالك على الاهلي عشان هيلعب جمع صلاح يعني مثلا ولا امام عشور حيسيب الاهلي ويرجع الزمالك عشان يحتفل يحتفل بالنبلة مع عمد صلاح خلاص يا هاني معرفش عندي انا بصي بقى صلاح الايه الشامي بيقول معقول يا ميدو ان ميدو قال ان زمالك ليه فضل على صلاح كان احمد حسن ميدو قال لك حاجة زي كده يعني وطلع يرد عليه الشامي قال له معقول يا ميدو اززمالك ااااا له فضل على كل هؤلاء اللعبين العالميين طب ممكن تعرفنا يا ميدو ما هو فضل الزمانك على فخر العرب محمد صلاح وجايبين عدد من نجوم العالم حوالوكوا اسمها شوفوه يا جماعة شان مش شاف من هنا اسمها اللعيبة دي ايه او اشهرهم مين اللي احتفلوا احتفالات مشابه اللي هي بتاعت اللي هي تشد البتاعة كده من ورا وتعمل القص والسهم يعني يعني مشادت كده عملت كده يعني ففي لعيبة كتير عملت كده زي كافاني مثلا انا شايفه من هنا مش كده يا شباب مش ده كافاني ولا ده مين ومين بقى وكفارة سكاليا وجوتة طبعا يعني عدد من نجوم العالم عملت بالشفار رقفة فصلاح الشامي بيقولك يعني ما تبدول بقى فضل الزمانك عليهم ايه ماشا عم صلاح ولا يهمك اهاب الاهلاوي بيقولك ميدو شفق احتفال محمد صلاح بالجن اللي جابه بطريقة الملك الفرعوني القديم انه ماسق قص وسهم كأنه ملك فرعوني طبعا اهاب الاهلاوي بيترجب ان صلاح يقصد يظهر كأنه ملك فرعوني زي ما بيتم تلقيبه في انجلترا لان اسمه هناك جيبشان كينج ماشي فقالك يعني بيقول للناس انا الملك الفرعوني يعني ما تقول لش ما تشتحوش ان هو قصد الزمالك ده اهاب اهلاوي ايه بقى مش سهل قالك زي ما هو اسمه يطلع ميدو وهو لسه راجع من عمرة بيقول هو منزيش فضل الزمالك عليه انا بس اللي محيرني ايه فضل الزمالك عليه ايه غيره ميزو بيقول اول ما شفت احتفال محمد صلاح بعد الهدف اللي احرزه في اه ابسواتش قلت بس الزمالكوية هيزيته ضد السنين النهاردة ميزو خاف من ضد الزمالكوية بس في وسط كل الزمالكوية يفضل ميدو مبدع بصراحة اللي هو ايه فضل الزمالك عليه اللي صراح مش هينسى ميدو عرفنا يا عم ميدو يمكن فيه حاجة واحنا مش واخدين بالنا واخدين تويتة ميدو اللي بقول جول صلاح الاستورة يحتفل بشعار الزمالك لم ينسى فضل الزمالك عليه ابدا غيره دكتور رحمد جلال قال بقى محمد صلاح بعد كل النجاح ده حيقصد ان هو يا جامل الزمالك ده مجرد احتفال يا جباها حنعرف بعدين قصده ايه يعني ما تقولوش زمالك دلوقت اهلا وطبعا دكتور رحمد جلال غيره محمد حفيد صقر المنصورة اسمه كده محمد حفيد صقر المنصورة كده باحتفال صلاح الزمالك بنعتبره بطل العالم يعني خلاص قضيت كده عدن محمد السام الزمالكوي قالك شاهد شعار الزمالك هدف تاريخي محمد صلاح فخر العرب فخر الزمالكوية الاحتفال بشعار الزمالكوية وكله يشير غيره خالد عزت بيقولك فضل الزمالك على محمد صلاح كبير جدا هو احد اسباب نجاح صلاح ان الزمالك ما كانش مختنع بصلاح ده خالد عزت حتة نفسانة دي اخلو ده غيره كابتن مصطفى يونس على موقع اسمه ماتن ماتن نيوز بيقول الزمالك نادي كبير وانتماء محمد صلاح ليه مش هيضيف له حاجة ولا هيجيب له بطلات لكنه ايقونة مصرية كلنا بنفتاخد بيه يعني كابتن مصطفى يونس بيقول انه يقصد الزمالك وانه الزمالك نادي كبير وانه ايقونة مصرية انا بس حبيت اجيب لكم النكش ده اسمه نكش السوشيال ميدي مقبول ودمه خفيف وكل حاجة بس نشو الموضعات المهمة والكبيرة انه ينكش النكش انما في صلاح والشعار والمتاع نكش مقبول جدا يبقى الزمالك كسب ان صلاح احتفل بيه لغاية ما نشوف صلاح يطلع في يوم من الايام او يكتب على السوشيال يقول انا مكنتش اقصد لغاية ما يكتب دي هو بيحتفل بشعار الزمالك اهلا بكم من جديد بسعدني ان يشاركني في هذه الفقرة النجومنا كافتة ساد معوض فركش فركش دوري مش فركش موسف فركش دوري بقولك ايه اللي اتنقل هنهعمل زي كولر لازم هناخد اجازع لازم هناخدش بانه بتعارف اللي ايه بتاع لقد هارمنا اهلا احنا ببكسو ببكسو اللي اتنقل اللي اعيبة ده انا بقولك انا مش قادر انا شخصيا لا لا اقولك انا حاجة انا جربت التجربة دي قبل كده بس الموسم ما كانتش تقوله كده جو ان انت تروح معسكر مثلا مرتين في الاسبوع ده يعني انت بتوع دارب عطيان في قتيل انت فاهمي الموسم كله اه اكنك اهد في قتيل غير السفريات غير المنتخب غير ايه توقفات انت موجود في معسكر تاني مقفول لحبت السنتين مرضو كده بصراحة الله يكون فاهم الله عيب اتنقل بقولك احنا تعبنا اه يعني احنا بتقديم البرامج اه والله والله تعبت اه بجد والله صح عايزة فاهم وخصوصا ان انت زيادة كمان ان انت بتلاقي مشاكل فانت داخل في مشكلة كل يوم احنا يا بشا من الاسبوع جاء اجازة اسبوعية حتى لو عملوا وقت مشكلة حتى لو الحاج جاء عامر عملنا جدوى للبرامج اجازة اسبوعية كابت مشير التفاة مساء الفوضي مساء الورد رايش جاركش الدور خلص الحمد لله بركة جامعة اخيرا 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 النهاردة كان اخر يوم اكيد اكيد جايز دور جايز في حاجة اهو اللي اصبوع الخمسة تلاتي عادت اتوقع اي حاجة اهو اللي جايز فاتش واقع ولا حاجة مش فاقدين منه شوف بشير مش مصدق بلك ماتش واقع اهو اللي عاد يا سيد والله ممكن او في ماتش اعتعاد ولا حاجة او في اي حاجة في شغل تاعتعاد مثلا بتاع اه خناء اعلى لعبة معينة حد عايز يعيز اعيدها بتاع السادة المعاد قالك اللي قاد هارمنا طيب يعني هو الدور خلص طب الناس بقى ايه اللي موجودة الكيت بتدور الدور على ايه الكيت بتدور على الدور ما فيش الدور خلص ايوة اللي كانوا مدورين الدورة بقى ملسه مكملين في الكاس برضو اه ده لسه فيك كاس انا بقولك حلا خد احنا اهجازة اناهو ده احنا نقول الدور خلص لما الناس دي تنتيكل عالله كلهم قلبك ابيض قلبك ابيض ايه ماذا ما تنتيكل انت الله ما لا كده متكلم على الله انت هتتكلم على الله النهاردة بس عشان اخر يوم في الدوري النهاردة يوم احتفالي اخر يوم في الدوري التحدي كان يصدق الدور دا هيخلص عارف لما تكون وقع في مشكلة مش يصدق انها هتتحل اي حاجة مع الناس اللي شفناها دي وردة توقع اي حاجة فما فيش حاجة مستحيلة عليهم طب النهاردة اخر يوم في الدوري المقولين خسر من الجنة 1-0 الداخلية اتعادل مع البنك الاقلي 0-0 عاد سكنداري خسر من المصري 2-0 وزد اتعادل مع السيراميكا 2-2 نهاية الدوري بقى فتعرف المربع الزاهبي خلاص الجدول الاهلي طبعا متصدر الاول ب85 نقطة رغم خسرتهم مبارح من مودن سبورت بس طبعا الاول البطل والتلاتة اللي نزلوا تحددوا خلاص من بدر يعني لكن الاهلي اكتر وقت خسران بقول من قصة الاهلي انه خسر مبارح عارف مين في مصر كلها انا ليه كنت مران لانا كنت قال الاهلي هكسب الدور ده فرق 9 نقط بعد ما الاهلي كسب برا متزاول ماتش واحد سب قلت الاهلي هينهي الدور ده فرق 9 نقط كان دلوقتي فرق فولادي اللي لازلين امبارح كسبانين لديها 83 وانا قلت هزيت يعني كان 9 نقط جالي مرة يا شبان اهلي خد بالك الوقت الفرق 6 جالي مرة عادي اهلي كنت هجيب بقى الفيديو وولا انا قلت من كلاش شريخ لقصاد الحمد لله ده اللي ما حصلش كده او انا كنت روح تلعبت سبير اه سجلت الفيديو تاني انت فاهم ودي اللي انت اللي انت عايز هو بص حقا عدالها 9 نقط يعني عدالها 9 نقط لاهلي لو كسب مبارح او كريمة 9 نقط لا قلت لي مبارح 9 نقط شبان عليك هو 6 نقط لا يا راجع الاهلي على طول بياخد البطولة بفرق يعني اكتر من كده بكتير فالتسعة دول مع الناس اللي موجودة طب انت عارف قولك على حاجة مفاجئة مكابت انسايد لا للاهلي وصل للنقطة 90 قبل كده انا مااخد باقي لا فرق اعلى ارقام يعني اعلى بصراحة اعلى موسم للورا اعلى موسم هاجبلكم الوقت التفاصيل لكن دي اعلى موسم للبرامات انما انا كنت مرانة 9 نقط فاتقفل 6 بعد اخسرته وغدها 83 كان 1-0 جليت في واحدة عادي ده انت يعني بيجيب الديب من ديله كنت عايز اجيبه من رئابته كمان ما كفاية بقى كفاية حرام عليك تخيل انت بسدى ان هو فرقش بجد؟ انا مش بسدى هو النهاردة كان بس النهاردة 88-88 اغسطس اه كده لا يعني هو الدوري اعتبر دخلنا في 18-18 دخلنا في 19-18 اه ف18-8 ده نهاية دوري ده مش انجاز لأي حد فأمانة يعني كان بلق في 9 كان بلق في 9 سنة كاملة؟ سنة؟ انت في 8 فده مش انجاز عشان برضو ايه ما نحطش الحاجات ان هو انجاز ان احنا نهينا الدوري برضو لا هو الدوري انتهى وعندك مشكلة كبيرة دلوقتي انا برضو في اخبار تلقت محمد خلال اسبوع اللي فات ده انا يعني مش متخيلة ان الربطة هيقعدوا مع تحت الكورة ويقرروا نظام الدوري انت لحد دلوقتي لسه متفكر انت لسه ما قررتش اصلا انت لسه هتقعد هتقعد عشان تبدأ امتى طيب عشان تاخد القرار امتى يعني هو الطبيعي ان لازم القرار يكون متاخد وتبدأ عشان تبدأ صح المشكلة ما انت مجيش تبدأ الدوري في اخر عشرة او في احداشر وتجي تقول لي مثلا انا هخلصه عشرة جاي لا ده بدأت تطلع نغبة غريبة جد السياد الناب صورة تسويلم بيقول انه هو شايف انه تلاقيه بدوري مجموعتين يرجي الهبوط ايه ده وعشان حبيبك فنما أني انا بقول مقترح طب هي النازدي بتخطط وبتكلم على حي 입 اساس إنجل مش عور خلاص خلاص فيض algorithm刚 هيمشوا أول فكرته ايه مش مفروض صح طيب وماين كان بس اولاذ حني تكون اعلانة على شافة الدوري الجديد هم هكتموا مع الانديا لمن ثلاثة جديد المفوض يغسلوا ديهم بقى وخلاصة يا رئيس ان فيهم مشكلة من الدوري لا دا نحاولك بس حاجة اتقيه الورا تستعجعش انت بص الساد النائب صاحاته كده التصريح انا مش شايف من هنا حطول هنا فقالك اتمنى ان نقيم دوري من مجموعتين ويتم لغاء الهبوط في الموسم الحالي ويهبط ست فرق في الموسم المغمش ونلعب مجموعتين ونخلص في الموسم الجديد يعني البلدية والمولين والداخلية ماينزلوش مع الثلاثة اللي طالعين نبقى تبدوك 18 و 21 معرفش هتقسمو على اتنين ازاي هيبقى 10 و 11 يعني مجموعة 10 و 11 مش عارف مش هو طالع ثلاثة ولا طالعك ايه طالع ثلاثة والمحلة وحرس الحدود عال 18 20 ماهبش ازاينا عاملها دي انما 10 و نص الراجل ده اصل الراجل محترم وانا نحبه كلنا بس انا عايزة عيتاب صغير كده عيتاب صغير عليه بص الكرة بتاخدتي من ده. كرة فرقاعة من ده. اول مرة. جابت اخيرة. خلاص. جابت اخيرة مش قادرة بتكمل خلاص. اهو اللهي. اطيب. احنا قلنا بس. الكرة تابت من المطشاة. استانت بس عرب عشان نبت وعش مني. كرة فرقاعة. انت حصلت معك ومجهة دي. انا فرقاعة وكرة في التمريه. لا في التمريه لكن في مطشاة حصلت? لا. حصل معك بسطحيل. ممكن تحصل بسودة اول. ممكن في مطشاة او حاجة حصلت بس. بس اجهاد. كرة جلائجة. او الله. اوبر مطشاة. احمل زي. زي الملاعب. معرفش مين اهل اللي في الجامل ده. لما كلها اشتكى من السادة القاهرة. معرفش مين اشتكى منك. اه. فاكر. اه. قالك ده الملاعب. اشتكت. اه. اشتكت واجهدت. اني جيلة اجهدت. طبعا لك البنادنين. سيد محمد. انا بس نقطة اقولها. اه. طبعا العميد. اه. او اللوة. او اللوة. او اللوة. اه. يعني. او فكرته انه مجموع. رجل محترم كل حاجة. اوي. اوي. بس انا نفسي. اللي يطلع يقول حاجة. يحللها. واحد دين ثلاثة. اه. مميزاتها كذا. اعيوبها كذا. هانيا المضطرين نعمل لكذا. يبقى فيه بلان هتتقال. وفيه بريزنتيشن تتقدم. تتعمل. بس او. انما جو ان انا. يعني. انا بكلم سيد محمد شباني فيهم داخل. تم انا ممكن ان او انا دلوقتي بكرة. انا مش معاك هنا. هقول لك مقترح. ايه رأيك نعمل دوري مش عالي. ايه. الكلام ده. ولازم يبقى فيه استبيان مع الاندية. بس او اكيد فيه. بس اكيد فيه. يعني ورق هيتعرض على الاندية. اكيد فيه ورق فيه كل الكلام ما حالك بتقوله ما ينفعش تطلعوا للإعلام قبل. يعني لازم بعد. يعني انت عمرك شفت عن فكرة بيتعلن عنها قبل ما تبقى عارف جوها ايه. ممكن بيحصل تمهيد او حاجة. يعني سوبر ربي مثلا لما تعمل دورة سوبر. او بيتعلن الاول عن الافكار كلها. ومعنى كده تقول ده هيتطبق او مش هيتطبق. او ده السناب يا سيد ممكن تسميه كده. دورة سوبر ربي اما تعلن عنه. ده انا علننا ما وعيدة لدورة سوبر. وعملنا النظر معايدة جديدة. اه. عرفت كده? اه طبعا. طبعا. سوبر المصر بقى ليه معايدة جديدة. لا مواجهة في التوقف الدولي. مش ديه الحاجة لحاجة عامر قالك عليها. قالك مش عارف مين اللي اختارها. لا انا فيش كور ما تشفت كور عاملت زين دي الوقت. كور جان خلاص قفلت. بص ما تنتظرش. يعني انا بطلع مع الاستاذ محمد شبانة بقى ليه مسلا سنتين. ما تنتظرش مني حاجة مختلفة بعد ما مر عليها سنتين في البرنين. صح ولا غلط. يعني انا لو عندي نقص في حاجة. مش هتلاقيني بتطورها. يعني ما هو معتدى عليها هيستمر. فهو قصد يقولك الناس دي بتشغل عشوية بعد كامل تشغل عشوية. بعد السيد عايز يوصل لدي. ايوان. بس بيروحها من طريقة. يعني انا انا مش هتطور لك. انا مش هتطور لك حاجة. يعني مش هتطور لك حاجة. يعني مش هتطور لك انا ادم تاني قاعد هنا بافكار تانية. يعني اصلا ما تكلم مش عن خوضة. ايوان. انت متسبب فيها. وتقول لنا هعمل فكرة تانية طبعا. ومين اللي هيترجم برضو. ومين اللي هيفهم هيترجم. طبعا. 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 صح. صح. بس. ما تنتظرش افكار جديدة من نفس الاشخاص. بس من الاخر يعني. طب ما خلاص ما ان شاء الله ربنا هيكرم كده. ويبقى في تغيير يعني. كاس السوبر المصر اولا كان من من اربعة لسبعة اكتوبر. خلناه من تمنتاشر لواحد وعشرين اكتوبر. خلاص. انا اكتشافنا فجأة. انه عندنا ايه? منتخب. اه. خلاص. وبعدين انا انا برضوش قادر افهم. المنتحب خدوا بالكوا اللقاء في الدولة يخرص يوم سبعتاشر. يفرض الكابتون حسام حسن بقى كبرت في دماغه. طلب. يوم سبعتاشر. طلب يوم سبعتاشر. اه. ما هيخرص سبعتاشر. هو فعلا طلب اللعب يا بدري بس داريبا من. لا ده اكتوبر مش سبتمبر. اللعيب عشان المعسكر. تجمع. مش ودي. احنا عندنا. مش بكالة مع ماتشودي. احنا عندنا. او لما مين في شهر اكتوبر فكروني كده. احنا عندنا في سبتمبر ماتشين كاب ف دي. وبتسوانة. ده ودي. رسمي. رسمي. احنا عندنا تصفات امام افريقيا كاس امام افريقيا. ودي. رسمي يا عم ودي. ودي مع المنظومة اللي مشها. لا بالنزابة ودي. اه. لكن هي بالماتشاط رسمي. مش. احنا عندنا مور تانيا رايح جاي بره وجوه في شهر عشرة. فممكن تكتشف مسلا ان ماتش فيهم يوم سبعتاشر اكتوبر. فهتخش ساعة تبقى في اخناقة. يعني قبلة بتبعين. لا مش هتخش في اخناقة. ليه? اه. هيقول لك وامين اللي حد الموايد دي اخش برضه في نفس الكلام. انت فاهم? وانا اخد معادي نزودي وانت. لا هو بتبقى. اتاخر كده شوية. اه اتاخر كده شوية. اخش الجوة كده شوية. تفاهم? تاخر تاعت كده. انت لو عادي تتكلم سنين. احنا بقى لنا سنة مثلا السنة دي بالزاد بتتكلم. ده انت ده السيادة اللي هو صاروة تسويلم بيقول هزا الكلام عشان خاطر بيقولك يا جماعة. شكلها كده رايحة بسكة مدورة يتمهمش بنفس النظامه دلوقت. بس نظامه از ده هو عايزي. عايزي للهبوط. صح. ده مقترحه. بس هو قلمح كده في الكلام. انه الاندية شكلها مش عايز اتغير. هتغير ليه? الا لو ده متغير ليه? اه. احنا بقول بنقول موسم استثنائي بقى لنا سنة. اللي هو هفيدة? اللي جاي. مش احنا قلنا اللي جاي ده. كل موسم بنقول كده استثنائي. مش احنا قلنا اللي جاي ده عايزان استثنائي بقى بجادة. عشان خاطر نقل للموعيد. عشان نخلص مشهار ستة ونبتد على نظيف بعد كده. مش ده كل هدفنا. مش الاندية رفضت السنة اللي فات. انت اصلا طبيعي. تكون واخد رأي الاندية. ورأي الاندية اختياري. في حاجة اسمها عنوان كده تحطه فوق. مصلحة الكرة المصرية. ملكش دعو بالاندية. الاندية مهما تتكلم معها. كل نادي هيدور. انا ما صح صح. انا عايز نفس. ويجي بعد كده يشتكي. انا مش هابعت لعيبت المنتخب. انا لعيبتي هيبقوا غايبين هنا. عندي اجهاد لبعض اللعيبة. كل الاندية بتاع الدوري بتعمل كده. صح فانت. انت خد رأي الاندية. بس انت الرأي الاساسي بالنسبة لك. او العنوان الرئيسي. مصلحة الكرة المصرية. مصلحة الكرة المصرية. لازم بقى فيه سنة استثنائية. لو ما تعملتش هتفضل متكمل. بقولك ايه. انت شوف كمية اللعيبة هوية بتجري. شايلة رمل. وده شكل العيبة. شايلة رمل شايلة. العيبة اللي هتروح منتخب. هي هتروح هتبقى جاهزة. طب انا شايلة تتكلمه في موضوعات قريدي. الصدمة. اللي انا تصورت انه ممكن. تقع مني في الستوديو انت معرفش يعلى. ليك فجأة سوعت منع الكرسي. انت وبشير. ان انا ما اقول لكم دي الموسم الجاي ممكن. في احتمال ومش قليل. انه يشتغل بنفس الطريقة بتاعت الموسم ده. فتصورت ان انت تلاقي تدب. ونقض فوق. اصلي 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 جديد اللي حصل يعني عشان مهار. لأ. نفس المسيرة. لان احنا تعذبنا السنة دي. لا 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 لا. نفس الاحداسة هي رئيس. بنافس الاحداس. اصلي بص. الدوري ده. او الكرة المصرية. هي عبار عن مجموعة من الاندية ومنتخبات ولعيبة ومدربي صح. تمام. كله بشتك. يعني حتى بتاع الاستاذ الراجل اللي عنده الملعب بشتك. حتى الكرة فرقعت. ده. حتى احنا. كله جاب اخر. كاعلاميين تعبنا. كله جاب اخر. كلنا جبنا اخر ده. اه. اللي اسماعيلي بقال له تلت مطشط. ما بلعبش في فرقته. فرقته بتلعب في السعادية. ايه. 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 عايز ينام موارده. عايز يعمل حاجة مش عارف. عمال بلعب بفرقة بيلف في فرقة موجودة. لانه وقعت خلاص الدور. اه. والفرقة التانية هي اللي بتلعب. انت لازم يبقى في خسائر ولازم يبقى في يعني ايه. هتتحمل حاجة عشان تقدر تزبط الدنيا. انت عايز تمنجي ازاي اصلا وكل حاجة مش عزماية وكل حاجة ازاي. ايه. ايه. لو شك اغلنا بالطرقة دي. الكاس. الكاس. الكاس لازم كان يتلغي. الكاس عشان يعمل سبيس. لازم كان يتلغي يا شباب. يعم حتى ما تلغيش. بس في الاخر المسم الجاي. المكانش المسم استث نائف عنا عندنا مصيبة. طيب احنا بقلناش عالمسم ده السنائف المسم. لا احنا بقلناش دلوقتي مفيش مناشدة دلوقتي لازم بيبقى بيبقى بيبقى. بكرر لمصلحت الكرام مصيبة. اه بفرد عين. هي النقطة النقطة برضو الاهم ان انت تبقى عارف انت عايز ايه. يعني انا اقنع الانديات زي. اقنعها بمقترح. في خمسين ستين باند. انا شايفهم ومكررهم. بلان بلان يضرش حد او الضرر اللي هيقع الناس كلها بزيبعة. كابت انساء بيتكلف نقطة بهم. اه. لازم تطلع كمية الاصابات اللي عندك في المسم ده. تحلل كل اللي حصل السنة دي. اه. طبيا. اه. كيف تأثر اللاعبون بطول. ده كان كلمة بادر بقى. الملاعب اللي عندك. مفيش نادى عندنا عنده مرعب. تتصرت. دوليا منتخباتك اتأثرت. منتخباتك اتأثرت. كل المنجوة كلها. اللاعبة دي حتفيد المنتخب ازاي. وانت عندك تصفات كاس عالم. واللاعب بيروح. هل كانت. يا رجل ده كابت الحسام حسن هاخد اللاعبة اي هيا يعني. هيديو حمد. طب قول لانت بقى. طب انه راجل عمل اجازة بالي ثلاثة سابعة. طب وانتها تعمل ايه. والمتخب يعمل ايه. الاهلي فارد اجازة غازب على احد. والراجل بتاعزب قال الجميلس فارد اجازة غازب على احد. بقول ايه. طب. طب. الحل ايه. حل ده مسم ممتد في كاس العالم اللي عندها الاهلي سنة جاءة في شهر سابعة. الاهلي عنده كتير. فلمكنش هيدي اجازة هيسقط منه اللاعبة ده. اكيد طبع. عشان كده الاهلي بيحاول اشتري لعيبة كتير والزمالك كمان يا راجل فارد قالك لغاية 28 اجازات خلص سيبك كاس مش كاس فانت بتتكالف عندها بتفرض اجازات رغم ان الموسم اسم ده فيه كاس مصر دكتورة بتريح عايزة تريح اللي شايف المكان عايزة لكله كله المكان عايزة بالضبط طب ايه بقى الحل الحلولة هتجي ازاي الكارسة لو لعبنا بنفس الاسطيل ده لا انا شايف الكارسة ان انت توضل بنفس الافكار يعني لازم عندك فكرة او فكر جديد يحدث الامور كلها يشوف المشكلة اللي انت فيها اولا لازم تبعى عارف ان انت في مشكلة انا اللي شايفهم التصريحات كلها ان انت حسس ان انت عادي اي حد بيتكلم بيحسسك انه ما بيش حاجة ما بيش حاجة دوري زي الفل بس لازم الاندية كمان تعمل تصريحات يعني بتعاني الاندية لازم تعمل تصريحات واضحة يقولك لازم موسم استثنائية انا لا شفت تصريح للاهلي ولا شفت تصريح للزمالك ولا شفت تصريح الاسماعيلي ولا شفت تصريح للاتحاد ولا المصري ولا الاندية كمي ولا المحلة ادي الشعبية حتى الكبيرة دعوا حتى ببيرامدز يعني مواميرها بتزيلاحم ولازم برضو الاندية دي تبص طبعا لمصلحتها ده مصلحة اللعيبة مصلحة اللعيبة المدربين يا كابتن سايك واللعيبة والملاعب يعني بص للنقطة دي ان انت اللعيب اللي بتجيبه 2-3 مليون دولار تستفيد بيه في اعلى او في اعلى مستوى بالنسباله مش يبقى موجود ولا اكنه موجود في الملعب بدنيا فيه لعيبة موجودة بقى لها 6-7 متشاة بتلعب وهي مش موجودة هي موجودة اسما بس في الملعب ده دليل ايه انه مش غلطة اللعيبة دي غلطة الاجواء اللي حواليها هو اللي بيخلي اللعيبة احنا عدنا نضرب المثل بلعيبة المغرب هم عايشين في اجواء كلهم كلعيبة محترفين برا عايشين في اجواء اوروبية طبيعية بابية خد اجازة ورجع والدنيا الامور شغال خد اجازة ورجع الدور الجديد لعيبة بارتلونة مبارح بدأت الموسم ورجعت من الاجازة طبيعي جدا الطبيعي شغال الطبيعي بس اللي مش طبيعي هو اللي عندنا اللي بحصل الطبيعي الدنيا مش عادش طبعا غزلان اللعيب خلص خد اجازته بدأ فترة اعداد طبيعية وصل مرحلة كويسة في الاعداد بدأ يشتغل الدورة قول الاسبوع جاي مخبل مبسوط ماشيين ببلان يا شبان مش ماشي كده بلان من اول السنة معروف اليوم ده ايه والاسبوع ده ايه والشوار ده ايه وهيحصل ايه وهيريح امتى وهيبدأ ايه بالورق والقلب على الاقل سبعين في المئة من البلان لان احنا عندنا مشكلة في افريقيا هي الاوروبا يعني انت عندك مثلا متعرفش موعيد متشاتل عندها في افريقيا بتقول يوم كذا او كذا او كذا لا بديك اختيارات بديك تلات تيام ايه هل هتبرو اخر يوم في التلاتة هو يعمل ايه مهو اديك الاختيارات انت لا هو اللي بيحدد الكاف عشان البس الفضاء الكاف اللي بيحدد فاقولي احنا عشان عندنا في افريقيا شوية الدوشة من دي ماشي بس على الاقل زي ما انت بتقولي بفيه سبعين في المئة من البلان واضح قدامي لكن انا معرفش اول اسبوع امتى اصلا ما نعرفش شكل الدور ايه نظامه ايه لازم شركة محترمة من بره انجليزية تيجي تدور الدور ده سنة وتعمل يعني هيكل من الناس من البلد من هنا يمشوا وراهم واحنا قلنا الكلام دي خمسة الاف مرة ويعني مش دي اول سنة هيحصل كده برده بس السنة دي كانت بزيادة شوية طب انا طب انا انجليزي طب انا قلنا قلنا ناسي محمد ارنول محمد ارنول دي ايه شبانة بتاع لا ده انت هرجل انت مطلوب طب اقولك ازاي ازاي جلاليو قلو عايزين مدرب اجنابي قلو انا مش من هنا قلو ازاينا انت جلال طب انت كده هتخلص برضو مش هتهم الحاجة الفكر هيبقى نفس الفكر مستمر غالم قال لي وحيتسفه الله ارحمه بلا اتنين عايزين مدرب اجنابي قلو تعالي جلاليو قلو بجد ينف تعالي خدش حابو بقى هو لو كان عايش كان ممكن يجي عامل كده اه يعني مش عاجة بتوقف يعني الفيلم ده تكسيد لمراحل كتير فكره المصريحة طب ما تتفرج علي دلوقتي ده برجعله دلوقتي والله تكسيد لمراحل كتير فكره المصريحة الفيلم ده كله اللي العيبة تمشي والعيبة تيمشي تعرف النفسي في ايه في الفيلم ده في محمود العاوي اللي ارحمه اللي هو خد الفرقة الصغيرة وقال لهم سيبوهم ملكمش دعو انتوا بيهم اه ما تحطوش افكاركم معا اه انا انا اخدهم امرنهم واجهزهم اقول لهم لهم انا نفسي حد يعمل كده مع الولاد الصغري المصري ايش تغلق العاوي ياخدهم يبعدهم عن المنظومة دي يبعدهم عن اي اجواء ويمرنهم ويخليهم هم يبقوا دول الحاجة اللي موجودة في مصري بعد كده يعني لو حد عمل الفكرة اكسن بالله العظيم بس باش نهاية الفيلم برضو اللي عند لما رأبته كذب ولكن ليه لو طالب ليه لو طالب بص يا شبال احنا نشوف اي دولة او احسن دولة موجودة مش محتاجة نشوف النظام الرياضي ماشي فيها ازاي ونجيب ناس منها تدورين ايه المشكلة هكذا انت هتدوس على الزرار هتلاقي كل حاجة على النت يعني نظام الدور الانجليزي واللايحة بتاع الدور الانجليزي حلو اوي والتدويره ازاي كل حاجة نجيب شركة تدور سنة ايه المشكلة عشان تزبطي اما ليه القصة فيه من اللي عنده القوة ياخد القرار ياخد القرار ما احنا بقول لهو بقى هما دول يبقوا اخدين باور يعني اللي بعين الناس دي مين الوزير مسلا لا اللي تتخباتي بيهم لا اللي ياخد الفكرة اللي هو يجيب الناس من برا الرابطة اللي عندها اللي بترشد الرابطة دي جديدة لسه صح؟ اه ماشي ده لسه دخلة جديدة مش من زمان ولا ثلاث سنين يعني عيوة يعني هم اللي بجيلوا الدوري خلاص ما هو الادارة هي ما بينا هي الادارة الادارة بينا هي يبقى هي اذا الرابطة الاندية هيدا بتختار المرشحين طب يا كلمة مسؤول فيما معناه يعني بينك رسول ايه هو مسؤول صاحب قرار بزرعة يبقى عنده صاحب قرار انما انا لو مسؤول اصلا على الله حكايتي يعني مفيش قرار بيتاخد انا سايب الموضوع محدش عايز يعمل تنازل لصالح كرة المصر انا بس اعزول حاجة اصلا سايب بص اخد قرارك والاندية رفضت قدم استقلتك وامشي هيبقى موقف تاريخي هيقلبلك لكل حاجة هيتقال حتى ان انت عشان مصلحة مصر مش يفيد يعني اي حد مخش معلش معلش بس الكلام اللي اتقال الفترة فاتي ده يا شبانة على الناس دي كلها يا بشو بس يعني عشان اتهم الناس جبانة لا مش بس انا اقولت حاجة يستفيد شهرة يستفيد اسم استفاد الحاجات دي لها مقابل يا شبانة لا انا يعني عشان يستفيد شهرة يبقى انا لازم اخدم المكان ده اخدوه بالصح طيب بس هما المشكلة في الربطة جير اوروبا يعني اوروبا بينتخبوا اه مرشحين القندية بس الناس بتشغل بسيستم بسيستم بحطوط بسيستم بحطوط بسيستم بحطوط لكن احنا عدنا لان هو ممثل النادي بفا بيعمل النادي هايزو لا وبرده ما لقاش علاقة بالنادي ليه علاقة بان هو الحتة دي او الربطة بقى ما انا هتكلم التحلل خلال السنين اللي فاتي هم معندهمش بلان واضحة يعني اه كلمت معك السنة اللي فاتي قبل ما يبدأ الموسم هاتلي حد كل منظومة مثلا او كل اه حد الاختصاصات طلع قالك اللايحة بتاعتي كذا او البلان بتاعتي كذا او بناءا على الوضع الحالي بتقابل حاجتك تنسيت فالسك كبان فيه ماشي بس يعني مثلا لا انت من اول الموسم انت اه مش حاجة اسمها النادي عايز يوم زيادة تأجيل وفيش ازار لا بلاي يتحط بقى من اول يوم لاخر يوم اه كنت اتخدوا انتو في المنتخب اسبوع زيادة؟ كانت الاجواء مختلفة دلوقتي مفيش يعني اقول لك الحاجة منتخب الارجنتين ما بيتخدش اسبوع اجاز متخب اسماني ما بيتخدش اسبوع اجاز مفيش حد بياخد في العالم كله يعني هو دلوقتي خليب الكرة بتتغير انت معكابتو حسن البادري وانتو جاز فني المنتخب لا كان بدوكوا اجاز زيادة كده؟ احنا ولا لا انا بالعكس صح ده فيه معاصقة لتلاقى عشان تكملت ماتشاتي الدوري واللعيبة كابلت اه لك المنتخب ما اجتمعش اه اه ده كان فيه ماتش انا ماتش ودي كمان ده تلغى المعاصقة كله معاصقة تلغى اه فيه ماتش ودي تلغى واتهموا كمان انهم السبب ان الترتيب معرفش ايه والتصليف ايه انا فاكر القصة دي ماتش زيادة دول هم مش هيفرقوا مع العيب الكورة في حاجة لا تكتكيا ولا بدنية ايه زيادة مش هادة صح العيب هي لعب ماتشت فالتلات اربعة ايام دول اه طبعا مش هم التلات اربعة ايام دول اللي هيفرقوا مثلا لو جبت محمد عبد المنعم قبل الماتشت هو كابتن بطلبهم ليه كابتن حسين كابتن حسين بطلبهم عشان هو ما اجتمعش بالناس ما عادش مع الفرقة دي وقت كافي فهو عايز يعني يستثمر اي وقت يخطف اي وقت يعمل نعم الانسجام بالضبط يهو كمان يعني عايز يتعرف اكتر على الناس دي ويلموم حواليه ويخشوا جواهم ما هو عايز ليه ما هو زي ما كابتن سيد قال دول اربعة ايام دول هعملوا ايه اللي عايب مسلا كاناش ولا يبقى لعب رجل يمين ما بارش عايب الوفر هعملو مستحيل بس هي الجامعية عايز يبقى لامم الناس حواليه ويبقى موجود في الصيوم بما ان ده بيأثر على الموعيد وبما ان الاهلي او الزمانك او التناميد او المصري تمام فيما تبططوا من الافتراخية يطلوا اليوم زيادة او اللي مفيش حاجة اسمها اقفل كل الكلام ده اقفل كل الباب ده مفيش الزرار كل واحد بسس للموضوع من وجهة نظر هو من اللي يخصه ما عشان كده انت تحط من اول بقى ما انت صاحب القرار انت اللي عندك الموضوع انت المسؤول من اول انت لو حاطت يعني عملت مطش النهاردة اللي مش هيجي يلعب او هنسحب في مطش زي ده فيه عقوبات كذا ما يجيش اي نادي ما يجيش فعقوباته هتبقى كذا المنتخب هيتجمع قبل المعسكر بكذا هو ده موعيد سبتة مليهاش ممكن تتغير في يوم او يومين اما يحصل ظرف سفرية بعيدة بس مش على طول بقى انما مش تكرار وبعد كده تقول ما هو ده اللي موجود على فكرة كل حد بيقول ده اللي موجود ورين اعمل ايه ما خلاص انت لو حضرتك بتقول لي تعالى ورين انت هتعمل ايه طب خلاص ما تمسكهاش ما تمسكهاش السعادية السعادية انا مش لازم اعملها انا السعادية والامارات مش لازم اعملها انا داي بره بالضبط من اول يوم الاخر يوم العيد برح منتخب مكشة مش عارف ايه لا سيف يوم واحد يخلص يوم تلاتين لو الايام ايامت بيخلص يوم تلاتين خلص الموضوع دولة زي دولة بتاعتنا احنا بالعكس احنا اقدم بكتير واعرج بكتير لا كابتن بشير بس اقطعك في النقطة عنه هو احنا لو مش حاسين بكوالة اللعيبة بتاعتنا بقى ايه واجواء الكرة المسغية بقت ايه صح برابعلك السعيد احنا فعلهم ايه اقصن بالله صح عارف الامارات وصلت لمرحلة ايه غير بقى التنظيم والتطقيق عارف عمله جوائز السنة الجديدة البطل الدوري كم سبعت نعم بقولي 5 مليون درهم 15 مليون دولار رف 15 بقى 12 مليون درهم البطل ده تحفيز يعني ولا ايه تحفيز وبناء كلها يعني انت بتخش الدوري عندك مستهدف يعني انت انت زم الدوري بالنسبة لك تارجت يعني بيحولك ان انت بيت ترس حريب عليه اه تنظم وقتك وتزمك فريتك اللو حطيطة انت اللازم تحافظ على الدوري لان انت ممكن تكسبه احسن ما تكسب دوري مثلا بتعوضوا 15 مليون 50 مليون دولار سايد اتنين وانا اتنين وانت البقى رايس بطولة الدوري الجايزة بتاعيطة ايه مليون جنيه لا هي بتبقى فقا في الرعاية سايد اللي بره والبطل الدوري كامل جماعة مليون ايه مليون ايه 5 مليون جنيه ولا مليون جنيه ايه 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 مش دي مش بتبقى الجايزة ولا كاكده لا شبانا الراعي بيد البطل اه بيصرف كتير عليه غير الوصيف غير اي حد البطل بيعلى لا انا اقصد انهم حولوا كمان الموضوع بقى انت كنادي عايز تحافظ عن نظام المنظومة دي لانك عندك مستهدف انك تكسر فتاخد العشرة والخمسونين دولار تفكير ناس بتفكر وناس ماشى كده مع الوابط في الاعتبار ان احنا الكرة بتاعتنا الكرة عندنا البلاقويسة عندنا مهارات عندنا لا احنا عندنا انتخبات انا تاريخ عندك كل الكلام ده بس انت عندك نقطتين مهمين جد عندك لعيبة عندها امكانات بس ما بتتطورش لان انت مش مساعد ان انها تتطور النقطة التانية الاجواء اللي حواليهم مضيعة كتير من امكانياتهم ما بساعدش بس انت مضيع امكانياتهم في حاجات كلها اي لعيب كورة كويس هيتحط في الاجواء دي مش هيبقى كويس مش هيبقى كويس فانت اعرف يبقى عندك ان عندك مشكلة النهاردة بكلم جده بالصدفة يعني جده بيرونج النهاردة عندهم مطش في افريقيا هيكمله مطش العودة بعد كده هيدخل العكاس لو كمله للنهائي لحد يوم تلاتين يبدأ السنة الجديدة بعدين هو هيكمل بعد افريقيا عيد انت بتتكلم في الاندية لحب انت اصلا مخالي مخالي الناس زهقانا مكورة زهقانا من كل حاجة يعني مدربين طب الناب اللعب يعني يروتشتش ده الراجل كان ليه تصريحة وبيبان منفعل بس هو تصريحة بقى حق قالك انا معرفش يعني محدش يسألني في ادارة بيرامدز عن اي حاجة المسلمين ما شافش حاجة ما شافش الحاجات ده خالص مستغرب ووضع غريب بالنسبانه ايه اللي بيحصل ده حاجة اول مرة يشوفه حاجة قولر قالك لو ما فردتش الراحة انا في شهر ديسمبر اللي هي بتاعت اللعيبة كلها طوال اصاباته بقى مش هقبل كده ما طبيعيه قالك مفيش حد يكلمني في بيرامدز يقولي عايزيت بطولة كلام ده خدناها بالصدفة ماشي ما خدناش انا مش مسؤول عن حاجة الحل ايه طيب الحل فين وايه الحل بقى كله انه قد صال الفجر النهاردة ومش احنا المطلوب من انا الحل ما لازم ساعد انا 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 اول انا اول انت اولا شباني انا ناس مش اصحاب قرار ولا مسؤولين بنطرح بنقترح بننتقب انما المسؤول هو اللي عليك دور ده ما اللي هو هو نجح ليه ووظيفته ايه ما هو انه هو لو في مشكلة يحلها ويبقى عنده نقطة تانية يبقى عنده افكار انه هو لازم المسؤول نفسه يبقى عنده افكار طيب خليني بقى خلاص احنا كده كده نبدير بوقتك كابتل سيدة تفجعت انه كابتل محسن صالح ماشي في لجنة التقديد في الاهلي ولا كنت متوقع بتحديدها كابتل محسن مش حكاية متوقع او 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 عارف بس ايها نقطة عادي دي سنة الحياة انه ببقى فيه تغييرات بس الاسماء اللي موجودة كلها انا بشوفها اسماء يعني كويسة جدا طيب اتغييرات ليه سيدة بقى طيب يعني الراجل موجود وبالبطولات والدنيا مستقرة يمشي ليه بالظبط يمشي ليه واخد بطولات وبعمش مشاكل اللي هو كابتل محسن اتباعش فوته خالص النادي الاهلي بقى له فترة كبيرة ماشي كويسة ساعة متن يعني بالظبط مش فانت عادي ممكن تغير كتغيير للافضلية هالكولر لو هو مش مرتاح تسمع كلامه لا انا اعجب على السؤال ده ناسا كابتل محسن اللي مش مرتاح لاني كابتل محسن لما بيحصل اجتماع وشايفين رؤية معينة غير رؤية الراجل بيبقى تمام الراجل اللي بمشي كلامه بفرد رؤيته فهالك انا مليش لازمة كده انا هو كابتل محسن بص ما تبصوا له هو لاجل التحطيط في الاهلي اللي بلان عطوا ما حق فيه وفي نفس وقت الكولر هو مدير الفاني هو حق لانه هو الراجل القائد اللي عامل كل النجاحات دي اه بس اللاجنة اللاجنة ايه كابتل محسن فيه حاجتين استضم فيهم بكولر مهمتين جدا موضوع مودست والكولر كان مصر يلعبه لدرجة انه انا عارف لكن انا عايز يلعاده كمان عارفنا كابتل محسن راح له التمرين بس لا راح له برسالة النادي بتقول انه لو تخطى الرقم كذا هنلبسه سورة تانية مصيبة الناس مسكنة فالرجل ما عجبوش كده طب محسن فيه الآخر ده رايي لاجل التقديط وبا بيبسل النادي وبعدين درجل كبير يعني اسم كبير كانت محسن لا ايه اقرار النادي كمان ده تواجه النادي على المدارب الوالتاز برسل كمش عاجبه الحاجه التانية اهو كان شايف انه جمال الشماخ حيمثل فكرة معلول انه عنده 24 سنوات انا يجي صغير 24 25 سنة الراجل لا فكان ميال اكتر الراجل عايز يحيي اعطيها تلاتة حديدة بس دي افكار فنية يعني انت ممكن تشوف يعني ممكن قام عادي الاختلاف فاورد انت رأيك ايه فالكابتل محسن لانه راجل محترم وراجل يعني طبعا فاش صوته خلص انا مش هكمل واعتذر وقال يعني هو الراجل من حقه انه يختاره من حقه يعني كان راجل بيكسب كل حاجة وقام يعني يتكلم كابتل خطيب واعتذر انت رأيك ايه في فكرة كابتل محسن وكلر هقول هو اللي يقود فعلا وهو اللي مفترض من حقه يقول اه او لا في كل حاجة مش حكاية حقه يقول اه او لا بس هو المدير الفني وهو اللي هيستخدم اللعيبة انت لو جبتله تاني يعني زي ما هو لعب مودس انت لو جبتله لعيب تاني ممكن انا مش هلعبه انه وجهة نظر فنية بالنسبة لي فهيه الاولوية انه هو اللعيب اللي هيطلبه هو اللي هيجي انما فيه سياسة اسمه سياسة النادي يعني انت زي ما ده ربط المسأل دلوقت انا شماخ وياحي عطيت الله الاثنين اللعيبك وايسة جدا اكثر خبرة هو يحي عطيت الله المضمون اللي هو مضمون لمدة سنة سنتين ده بالنسبة لك انما لو لمستقبل النادي هتجيب اللعيب الاصغر عشان يديلك اربع خمس سنين طب او راجل يولك انا داخل مطولات كبيرة طبعا ايو انا هو عايز جاهز عايز لعيب خبرة هو عايز جاهز على طول حتى عشان كده ببصش ناشئين هو عايز لعيب جاهز عشان مش عايز يعمل ريسك في حاجة يا سيده مش عايز ما في غامرش باسمه وانا عايز لعيب جاهز ده وعنده ده عالم السنة دي وعنده شغل كتير هل ده حقه؟ كان مدرب؟ حقه طبعا حقه لان هو المدرب اللي في الموجود في الملعب يعني هي برضو ليه جزئية لجنة التخطيط يعني ليها دور وزايف كتيرة جدا وليها دور بس مش من ادورها ان انا هقصب على المدرب الفني تاخد اللعيب اللي من رؤية انا هرجعلك اللي كابتن خد ديبو وهرجعلك اللي كابتن بيشير على على الزمالك بقى جوميز قال حاجة جريبة جدا للإدارة قال لهم انت لما جبتلوش لعيب محلي مش مشكلة انا كل اللعيب اشبع بعض انا عايز لعيب اقفارق على المستوى عالي جدا عنده حق خلينا بقى ايه خلينا بقى ايه اللي جابة بعد الفاصل ميش وتقول انه الجوميز قبل اللي ما يمشي يسافر هوجه هذه الرسالة لإدارة نادي الزمالك فاصل سريع جدا هورجع التواصل معها الكابتن بيشير عايزين اجابات سريعة بقى لغاية ما خلاص الحلقة فضل درايش المستر جوميز قال كده للإدارة انا بالنسبالي ان شاء الله ما تجوليش ولاية لعيب محلي ما عندهش مشكلة هو سابتن بيقول بيقول احمد زل حجح كله شبه بعض انا عايز أفارق على مستوى عالية تسعين فلمية من لعيبة الدور المصر الموضوع باستثناء اللاعب الفناند الأهلي كله شبه بعض باستثناء اللاعب الفناند الأهلي وانتين تلات لعبات فناند زمالك بس كله شبه بعض وفراد لا مش لعبات دول مش لعبات بطولة مش لعبات بطولة دول بس في اللعبات جامدة فناند يعني ابراهيم عائد الرمضان الصبحي اه لاحظة استنى بس استنى يعني إبراهيم عادل إحنا لسه شايفين إبراهيم عادل لسه في اللحظة طب لحظة بس هقول رمضان صبحي في بيرامدز زي عدم يعني رمضان يروح النادلالي يقدر يفرق مع الفرق أو شغل ويبان نعم عادي مش زي لعابة الدور يعني لا مش زي لعابة الدوري بس هو في الآخر يعني جميز لو ما يقول كده لو جبتوله رمضان صبح يفرق معي طبعا ما لسه يقوله هو يفرق في الاهلي أو في الزمالك إنما طول ما هو في بيرامدز أو معلش محترامي في إسماعيلي أو في مصري لا عادي لأنه مش يعني كفريق كامل يعني ايه؟ كفريق كامل مش عايز عايز بالضبط عايز فرقة تجيب بطولة فرقة بتلعب على بطولة يعني اللعيب في النادي الزمالك بفضل مثلا ما يمشي في النادي الزمالك يروح أي نادي تاني بمبالغ كبيرة وهو حاط رجل على رجل حتى لو بلعبش ليه عشان جاي من النادي الزمالك أو جاي من النادي الأهلي ليه مش إيه؟ انت شايف إنه مع حق إنه لزمالك يجيب أفرق على مستوى علي جد تمام آه إذا اعتبرنا أن المسلوسي مكمل والجزيري مكمل فأنت محتاج تلاتة على مستوى علي جد أكيد طبعا تنشحهم فين في المراكز تلاتة دول تلاتة بس؟ آه تلاتة مختلفين محافية دنين موجودين صح صح تلاتة مختلفين المسلوسي والجزيري مكملي المفروض عايز فروض صريح طبعا غير الجزيري آه طبعا الجزيري يعني في حاجة مش طبيعية بينه بين الإدارة يعني شوية فوق وشوية تحت الأرض يعني في حاجة مش بفهم انت معاً الجزيري يكمل الجزيري يتحل مش هاتله يكمل هو العب مش مش قليل ومش هيلاقي حد أحسن من الجزيري بمساحة إلا زمالك يعني دفع في دوس كتير جاب خزنة قرون زي ما بقوله آه ده هو الحزن فالتحافظ على الجزيري وسهلوا مهمته وريحه واجيب جوم واجيب لو احتراق اللي جوان في احترافه اللي مش احترافه ساعد الزمالك يعني بحتاج بجوم بقى اي طريقة بجوم جامي جام المهم ان احنا موقفين احتراف حراس المار ما طافي احنا عبقرة بقالنا بالحافظ الحراس طوال بس احنا بقالنا بدي ايه عشرين سنة مانتك ايه وعندنا قزمة حراس المار ما بقولك بفيش غير الشناء بس احنا عندنا يعني الفترة اللي فدت ظهر عناصر كتيرا جد يا ام احنا بقالنا خطوصة في سنة الحضري وسبع سنين الشدنة ولا عشرين سنة الحضر احنا بالألفين وستة يعني مصطفى شبوري ام اخد الفرصة كويس اه بس يعني ام اخد الفرصة كويس بس ما تقروش بحد بقى يعني لسنا ايه ماشي بس يعني بس هتلاقي الاسماعيلي محتاج حارس مار ما اكتقيل زمالك كل الفنا بقول لها المصري هتلاقي والزمالك يعني هتلاقي انت احنا قفلين بانا عشرين سنة طيب ليه فكأنك مش قفل ليه 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 لان احنا نحب الفكاكة احنا نقول ايه المحترفين خمسة بس هو كده مع انه مثلا تلاقي في افدوه اقول لك عشرة بس خمسة في المال المال اخلا عايز انت حر جيب عشرة وبقو اعمل نظام المال النظيف واللي عايز يجيب عشرة يلبس يعني اللي عايز يدفع في مسك تير صحي كده مثلا افتح ده بيخلق منافسة كده يا ساد على فكرة مش بيخلص على العيبة لا بيخلق منافسة بخلي رجل تحت دايبي جاهد ويشتغل عشان يوصل للناس ولو انت تبعت فلوس كدير إلبس في الاخر يعني صح ولا غلط هو بعمل لعب 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 المال النظيف وتعالى كونانت حاسم زي اوروبا وأوروبا في حاجة اسمها ثلاثة اجانب وخمسة اجانب وفيش حراس مرمى طب ايه النتيجة ايه؟ عندك هربين حاسم مرمى دلوقتي يعني؟ لا مش كده كمان المستوى ايه كمان؟ جاب الشناو من المستشفى على الماتش اهو في شهر مارس وهو ده خلص على مصطفى الشوبير كده مصطفى الشوبير كان طلع طلع يعني ماشي وات ايفر بس مدير الفاني المنتخب عملي جاب الشناو من قبل ما يلعب صحة ولا غلط بعد سبع شهور ثمان شهور من كلين هتقول مين اهو مصطفى هو الشناو بعدين هتقول مصطفى شوبير عشوات خبرات ايه حولك بقى انت بالتالت مين؟ ابو جابل ايه حبا فوق حبتها ما هو انا عشان اجيب حد لازم لازم فارق كبير بينه من اللي عندي وبعدين ما كان عندي هزا القرار نتج عنه عشرة جامدين بتختار بينهم لا ايه باولوش لازم ولا ايه حاج خلص صح على غلط كفل صحيب صح بس انا نحب ايه؟ زي القرار اللي هو الفكاك انت خمسة محترفين وعندك الفلسطيني مش محسوب مصري السوري مش محسوب اه بيليب بكتر رجوه حسبوه دلوقت بقى محترف ومن سنتين اللي اقول عشان السوري زي المصر دلوقتين دلوقت الفلسطيني لو جبت تلاتة اربعة في النادي بقى فيه تلاتة اربعة هيلغوها هم برضو المستوى بتاع الدور الفلسطيني بيدايق بيدايق ميخدمناش ميخدمناش عايبة برا كتير اللي برا اللي برا مش هيجينا اسالي جينا ليه الا ايه دلوقت برا مش عايزينه زي وسام من اصل فلسطيني كده جي لاب عندك تمام هتلاقي فيه لايه او اصول سوريا جاي النادي الاهل برضو يعني يعني مش جاي مسلا المصري معلش محترام يعني مش بتفير بطولة ولا الاسماعيلي معلش محترام المصري مالي وانت محترام انت بتغلط في الناس لا مش باغلط يعني هو لو جاي مسلا يعني هسيب برا مسلا يروح الاهلي مش معلش في فرق انت عايز تغلط في فرق انت انت اللي بتقول ماله المصري والمصري نادي قليل مش لا مش نادي بطولة عشان الرجل سيب اولم بايك فيه ده معتازي زدام اللي ما ظهر وتقلق والناس كلها عايزة منين مين يا شبالة زدام ده زدام ميه اللي عايب بتاع المصري بتاع المصري متقلق جدا وبنا متزعايزه برا عايزينه من لعب الترقدي عارة ست شهور ولا معرفت الدين سمينا على المنتخب الولومي برضو اللي كان في الولمبيات اللي راح برشلولا و اللي راح باريس الجرمال و اللي راح مش عارف فين انا بتكلم على تقلق مانا بقولك هو طيب زاهر مع المصري وراح في مقى جايله مية عرض دلوقتي بس لسه المصري عندنا خلصان النهاردة يمتعرض فيه بنا متزعايزه هنا وفي انديها برا عايزها في الخليج يعني اقصد ان المصري مرأة قوية جدا ما حدش قال حاجة فيه بس ما تقول من غير ما تقول اسماء وانا بقى ما غلب فيهم مش بغلط فيهم انا بقول الراجل برا مش هيستب برا عشان يجي مصر ولا اسمائيلي ايه المشكلة في كده مش فاه ايه الا اللي انا المصر هايدينه هيجي الله ولا يبقي يعني ما عايز فلوسه الناس ليه سقف معينه ما بتعدوش والله الله فكلام حقيقي مهو انا ما ما بنواجهش عشان كده سييد عشان باشان بقولك ما تقولش المصر كده لا لأ مش بيب يعني انا جاد عام بلعب في اوروبا الا جيبني المصر والاسماعيلي ولا الزمالك ولا الا حتا بس انت بتحب المصر قوي بجد ولا ابي عشاء والله العظيم اش اصحابي داك كتير اوي طيب ماشا كابتل سيد اه بقرار خالد بيبو مش قرار غريب يعني كابتل سيد عب حافظ كنا متفاهمين كابتل سيد ليه تاريخ في قدارة الفريق وبعد سنين طويل فممكن بتعييره منطقي منطقي بعد عدد كبير من السنين لما كابتل خاد دا موسم واحد ونجح جدا اللي اخت كل حاجة تقريبا انا انا مش عارف اه الاسباب او الكواليس بس هي قرارات كلها اتمنى ان هي تبقى في صالح الفرقة يعني هي برضو انا اتمنى طبعا كلها مدرب كبير واسمه حقق نجحات مع الاهلي بس ما تمناش يكون هو الشخص الاوحد اللي بيتحكم في هل بقى مصدر ثقة او بيطلب لا هي بايدة انا عن الثقة يعني خلي بقى لك كلها مدرب كبير وحقق انجازات مع الاهلي ونجح كده بس في نفس الوقت اي مدرب هيدخل الاهلي هينجح بس مش كده عشان لا لا ممكن ينجح كده على فكرة ممكن ينجح كده يعني بقى اداء وشغل وتجهيز وطلاط لا ممكن ينجح مسمان ينجح كده لا مخفر له كل حاجة برضو شباب لا مسمان ينجح بس انا خدش الدول مثلا لا دي عشان نقطة تانية عشان هو خد الرزق بس في ايه في حتة شوية ان هو ايه والمدشيات كلها كانت بعد التهديلات ما انا بقولك هو خد الرزق كان مركز في افريقيا شوية اهم بالنسبة له ما عبر له غلط لا غلط بس انا بكلمك فيه النادي الاهلي بيئة جيدة لاي مدرب هو ياخد بطولات ويحق البطولات يعني انت لو مدرب عندك اه اربعين خمسين في المئة هتاخد كل البطولات يعني انت فاهم انت مدرب انت عندك سيستم من كل سيد لان انت الاجواء كلها بتساعدك فهي النقطة بس ان انا بشوفها ما تسلموش كل المفادية ما تمناش انه يكون هو اه لطرديد كولر لان كولر في الاول والاخر يعني حتى كلعيبة بتمشي يعني انا عندي عالمة استفامة على عبدالقادر وصل قطر وفكرة بكرة على فكر مطور الصحفي بتاعه اه يعني عبدالمنهم حالته غير عبدالقادر يعني عبدالمنهم كان لازم يسافر فعلا يعني كان لازم معرض اعترافه مناسب وخلاص هو عمل كل حاجة مع النادي الالف واصل لمرحلة طب اللي هرسله نادي القطر لقول الصحفين والاعلميين اللي بيوعلن انه بكرا ان شاء الله مؤتمر تقديم محمد عبدالمناء ساعة خمسة أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر إسم أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر كان بدأ يرجع ويرجع بشكل كويس وإنت محتاجه إنت لحد دلوقتي ما جبتش أجناحة المؤسس مؤالديين الجانب المؤسس مؤالديين في الحاجة مؤسس مؤسس مصلحة النادي بقى في الحتة دي إننا في بعض اللعيبة لازم يتوعد عشان نادي هو بيكسب بطولات المدير الفني فهيبقى اللي بيقوله هيمشي عايز لمن عصورة هيتعمل له بدان باكسب بطولات المدير الفني آه طبعا لو عايز عمشي الحد عشر هم سمعا طبعا طبيعي كده وبالمناسبة الناشر في صاحب بتاع الإيكيب اسمه لويك تانزي ده صاحب في الإيكيب الفرنسي بيقول على خبر هو ناشره من ثلاثة أيام عن انتفاق الآلي مع نيس حول انتقال عبد المنعم قال إذا صارت الأمور على ما يرام عبد المنعم حيتدرب معانيس يوم الأربعة أو الخميس الصفقة يعني بشكل هي يعني حيتدرب كمان معانيس في فرنسا آه يوم الأربعة عزيني الشيسون طبعا اعتقد الصفقة ده خلصت اه اعتقد خلصت بنسبة 100% يعني عم نعم اللعيبة المهمة وإن شاء الله يبقى ضوفة ربناك بالضبط صح النار ده حصل تصالح بين الحمد لله أحمد فتوح المقارونيين بني سهل بقى بكرة الجلسة أسرة المرحوم أحمد الشبك الله يرحمه يا حسين بعد بتولى مسؤولية الدفاع فريق في فريق وشو الله فريق فريق الدفاع طبعا في المشروع أشف العزيز واخد بالك أنه أشف العزيز كان محامي كهربا محامي حسين الشحاط يعني في دي بقى دابة قصة ألي وزمالك حيتة الصلح بتاع الفتوح دي تفرق هتشير كتير قوي لأن في جانب كتير الشال انت يعني مش عايز أتكلم في أي حاجة تفرق قانونيا نحنا كان معنا يعني فريق بقى كتير لكن آه تفرق آه كتير قوي تفرق كتير قوي تفرق بس بس أنا كنت دايما بشوف أنه يعني لو كان مبدر شواء الزمالك بعيدة عن الصلح يعني يعني بعيدة عن الصلحة الصالحة القضاية يعني كان يجب على الزمالك بعدها يومين تلاتة يروح لأن ده دور مجتمعي اجتماعي نادي الزمالك لازم يقوم يقوم بعيدة عن فجرة الصلح ما يمكن ده حصل ما يمكن حصل أصدق قواني النهارد كان فيك هوريس يعني تقصد والناس مش عايزة تعلن ما يكون ويسكوا حاجة بيدهم عشان ما يبقاش كلام على الفاتح وارد وارد انا هتفاجئنا مثلا بناس كتير راحت الفتوح مثلا وزارته وقعدت مهدرشنا اولك رئم معاشور مثلا ما هو؟ رحلوا انت عايف رحلوا انت ظهروا مؤمن زكريا محسين الشحات تقريبا كمان مؤمن زكريا تخيل مؤمن زكريا رحلوا جميل مؤمن خلي بالك المواقف دي برضو يعني في الأول والآخر تفرق بصدق كل الناس في الظهر في الظهر؟ طبعا لا انت عايز تشوف حد وتحس ان الناس مواقفة في الظهر مع ان انا ضد اللقطة بتاعة الجول بتاع الجول بتاع نادي الزمالك يعني في حاجات اوقف مع فتوح معنويا وكل حاجة بس اللقطة اللقطة اللعبة رفعت رقمه اللقطة انت بتتكلم على مشاعر طبعا لا يوم هما حاسبين يا سيد ان ده ايه؟ اللقطة دي مكررة مع العيبة المصريين خلال 3-4 سنين اللي فاتوا كتيرا اي حد بيغلط غلطة ليها علاقة بيعني مش عايز ادخل في حتة اخلاقيا او جنائيا او ده اللعبة بتسانده لا المساندة ما تنفعش في الحاجات دي يعني ممكن اه زيارته طبعا توقف معاه ما تقولش كلمة وحشة في حقه انما المساندة اللي هو انت صح لا دي ما تقولهاش لحد علم لا هو متقلش صح السيد انت بتربي عليها ناس بتربي عليها ولاد صغري ما نفعش تربيهم علم مصود يا شبانة ان اللعبة مش متخلية عنه لا احنا معاه مش معاه في الغلط ساقا ان احنا واقفين معاه مش اكتر يعني محدش برضى بالغلط اكيد طبعا لازم تراعي شعور الناس التانية اه يعني بصير الحمد لله حسن همضى التصالح الحمد لله بكرة اول جلسة طبعا هيعلم في التصالح رسميا كي ربنا يعني عوض اهل الشهيد احمد الشبكي ويصبرهم لان هم مكلومين وفي يعني مفاجعة بصباح مصود يا الناس ارتضت خلاص بقدام انت صراحة يبقى الناس ارتضت يعني اه يعني طبعا بقدام ارتضوا بالصلحة خلاص اه وفتوح ان شاء الله ربنا يفوك كاربا كابتن زايد اه شرفتنا ونورتنا لا انا في حاجة انا عايز اقولها وسايد ما انا خليش اقولها لا يا شبانة نص دي شرفتنا ونورتنا لا معنش انا عايز اعرف بس زمانك انسحب من دولي صح طلع الرئيس اه اه بالاحترمه جدا العميد صرا سوليب قالك ايه اللايحة بتطبق حاجات زا كتا لايحة الكاس بقى ايه نظامه النادي لالي ما انتعب من الكاس هونه ما تطبق عليه محدش جاب سيرة خلاص ليه احنا مين هم الناس اللي هم اصحاب القرار ليه محدش كارب مانوش علاقة بالكاس الكاس اتحاد الكورة جبال علام بس عندك انا عشرح حالك بين ال حاضر ماش بين اليومين بين اليومين عرب لا ونتا قلت العفوص شرفتونا ونورتونا احنا كده وصلنا للنهاية حالة النهاردة بكرا ان شاء الله في تمام الهدية عشر مساء حلقة جديدة من بوكست بوكس الى اللقاء